بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين هناخد النهاردة مع بعض موضوع هل الرابع عشر من نيسان اللي يصبح فيه الفصح ده كان خميس العهد وقت العشاء الرباني العشاء الأخير وتأسيس سر الأفخارستية ولا الجمعة العظيمة وقت ما تم زبح خروف الفصح هناخد مع بعض الموضوع ده 100 طبعا من الأنجيل الأربعة ونختصار شديد نفهم إيه القصة الاعتراض البعض بيقول فيه اختلاف أو فيه يعني تناقض العشاء الأخير اللي أقامه الرب يسوع المسيح مع تلاميذه والمسجل في التلات أنجيل متى البشير ومرقص البشير ولوء البشير على إنه عشاء الفصح وبيقول عنه البعض إنه هو الرابع عشر من نيسان ليه ده عشاء الفصح ومكتوب بوضوح إن ده عشاء الفصح وعشاء الفصح الرابع عشر من نيسان وبيقوله بناءا عليه يوم أحد الشعنين هو العاشر من نيسان وده اللي أكش والي كتير بيقوله إن يوم أحد الشعنين ده يوم الأحد اللي هو اليوم العاشر من نيسان وقت اختيار خروف الفصح للحلس وبناءا عليه لو كان خميس العهد هو الرابع عشر من نيسان اللي فيه عشاء الفصح وأحد الشعنين اليوم العاشر من نيسان كده يكون يوم زبح خروف الفصح ده كده يكون يوم الخميس هو الرابع عشر من نيسان لكن إحنا عندنا إن الجمعة العظيمة هي اللي تزبح فيها الفصح وهي المفترض اللي فيها الرب يسوع المسيحة صلب وزبح خروف الفصح هو الرابع عشر من نيسان اللي هو الجمعة هو الرابع عشر من نيسان عشاء الفصح بتاع خميس العهد ولا الرابع عشر من نيسان الجمعة اللي فيه تم صلب الرب يسوع المسيح لهو كل المجد لأن لو الرابع عشر من نيسان يوم الجمعة يكون أحد الشعنين مش العاشر من نيسان يكون أحد الشعنين هو التاسع من نيسان وعشاء العشاء الأخير الرب يسوع المسيح وتلاميذ وكده بيقولون ده كده ما يبقىش هو الفصح أصلا فأي من هما الرابع عشر من نسان خميس العهد ولا الجمعة العظيمة والبعض بيقول ده طبعا ده نص اللي بيعتبروها معضلة أو شبهة ودي اللي هنرد عليها مع بعض الموضوع ده اللي تابع معايا من زنام من عدة سنين تم تطرق لفكرة مشابهة في موضوع الرد على ادعاء اختلاف بين التلات أناجيل مع إنجيل يوحنى في توقيت عشاء الفسح عشان كده اللي هيتقدم النهاردة مع بعض هو أكشول تلخيص بس حضيف عليه نقاط أخرى ومراجع أخرى تؤكد اللي أنا بقوله فالموضوع حيبقى أشمل شوية ولكن مختلف عن اللي فات في بعض النقاط باختصار بدراسة التاريخ اليهودي حيث تضح أن لا في تناقض ولا في مشكلة إن عشاء الفسح كان خميس العهد ولا خروف الفسح كان يوم الجمعة العظيمة وهذا الأمر اللي يبدو ظاهريا إن فيه تناقض لكن هو لا يوجد فيه تناقض ولا فيه تناقض ما بين الأناجيل الأربعة ولا أي شيء لأن زبح الفسح فعلا ده مصبت خلينا نثبت القاعدة دي اللي محدش اختلف عليها وبناء عليه نبتدي ندرس الباقي زبح خروف الفسح مصبت إنه بيحصل فيه نهاية اليوم الرابع عشر من نساء دي محدش اختلف عليها زبح خروف الفسح لكن أيضا اللي أكله الرب يسوع المسيح مع تلميز يوم خميس العهد مساء اليهود حنعرف إن هم برضو بيلقبوا بعشاء الفسح طب إزاي؟ لو الفسح هو الجمعة العظيمة اللي تصلى فيها الرب يسوع المسيح اللي هو 14 نسان وقت زبح خروف الفسح ده كده ما ينفعش يكون خميس العهد 13 نسان عشاء الفسح لكن هنعرف إزاي إنه هو فعلا عشاء فسح ويبقى بناء عليه الخميس العهد 13 نسان والأربعاء 12 نسان والثلاثاء 11 نسان والاثنين 10 نسان واحد الشعنين ده 9 نسان اللي في نهايته بتبقى ليلة 10 نسان و10 نسان ده اللي بتبتدي فيه شريعة الحفظ بعد أن يكون تم اختيار خروف الفسح اللي هو برضو تم اختيار الرب يسوع المسيح سواء يوم أحد الشعنين وهو ده صحيح وحتى كمان يوم الاثنين اللي كان الرب يسوع المسيح أيضا في الهيكل الرب يسوع المسيح راح الهيكل يوم 9 نسان يوم أحد الشعنين ويوم 10 نسان أيضا لكن لو كان الفسح الذي وقت عشاء الفسح يوم الخميس مساء عشان يبقى أحد الشعنين 10 نسان ويبقى عشاء الفسح يوم الخميس اللي حول فيه الرب يسوع المسيح الفسح لسر التناول هو ده 14 نسان يبقى كده الرب يسوع المسيح صلب يوم الجمعة 15 نيسان وبناء عليها الاربعة 13 الثلاثاء 12 والاثنين 11 واحد الشعانين 10 عشان نعرف القصة كلها ويجب ان احنا يتم التأكيد البداية هي ايه هي تاريخ الصلب تاريخ الصلب هو الجمعة العظيمة ده مؤكد بطريقة قاطعة من الاناجيل ومن ادلة تاريخية ومن اقوال الاباء بكثير جدا والجمعة العظيمة دي اللي بيتم فيها زبح خروف الفصح برضو زي متألف الاناجيل بوضوح وزبح خروف الفصح ده بيكون يوم 14 نيسان مش 15 نيسان لكن الرأي الغايد دلوقتي هو 14 نيسان ولا 15 نيسان الجمعة العظيمة ده التوضيح الرسم التالي اللي قدام حضراتكم ووضح الفرق ما بين الاثنين لو كان احد الشعانين 10 نيسان وعشاء الفصح خميس العهد 14 نيسان ليلة 15 نيسان يبقى صلب الرب يسوع المسيح تم فيه نهار 15 نيسان مش يوم 14 نيسان اللي هو بتاع زبح خروف الفصح لكن لو احد الشعانين يوم 9 نيسان يكون العشاء الاخير 13 نيسان ليلة 14 نيسان ويكون صلب الرب يسوع المسيح في نهار او بعد ظهيرة 14 نيسان بالزبط في توقيت زبح خروف الفصح وتم وضع جسده الطاهر في القبر قبل ليلة 15 نيسان اللي هو السبت مين فيهم الصح ده ولا ده هنعرف مين فيهم الصحيح وهيتم تقديم الرد على عدة تجزاء اللي قالوا العهد القديم عشان نضع نقاط ما يختلفش عليها احد بعد كده ننتقل للتاريخ اليهودي والتقليد اليهودي اللي هيشرح كل شيء وبناءا عليه هنفهم اللي قالوه المبشرين الاربعة اللي هنلاقيه يؤكد العهد القديم ويؤكد التقليد اليهودي ويبقى ازاي كلامهم متطابق مع الفكر اليهودي لانهم يهود وكده يتضح الموقف بالكامل ومحدش يتلخبط ما بين 14 نيسان و13 نيسان و15 نيسان ولا احد الشعانين كان 9 نيسان وال10 نيسان اول حاجة اللي قالو العهد القديم ايه توقيت عيد الفصح والفطير باختصار ومؤيد بأعداد كتيرة من العهد القديم ومع لهاش خلاف بس نحق بأن في البداية اليوم اليهودي يختلف عننا زي ما احنا عارفين اليوم اليهودي مساء وصباح بدليل من البداية اول ملقب ربنا اليوم وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحد فاليوم مساء وصباح بداية الليل وبعد كده النور ده سفر التكوين واحد خمسة واعداد كتيرة بعد كده فاليوم عند اليهود وزي ما قالو الكتاب يبدأ ببداية المساء وينتهي بنهاية النهار وده يتفق عليه كل العلماء ومكتوب ووضوح في موسعات كتيرة ده زي سايكولوبيديا أو بيبليكال ثيولوجي زي الريفرنس اللي قدام حضراتكم او السيتيشن ده وده لا يختلف عليه احد يعني بعد اختفاء اخر شعاع شمس لليوم السابق يصود الظلام كده بداية اليوم الليلة بتاعت اليوم اليوم عند اليهود بيبدأ بالليل يستمر بعد كده ييجي يخلص الليل يبتدي النهار ده نهار اليوم ويستمر اليوم لغاية ما يخلص اخر شعاع للشمس وكده اليوم خلص ويبدأ الليلة اليوم التالي اللي هو اليوم التالي كده بدأ فلما يتقال يوم 14 نيسان مقصود بيها مساء وصبع يعني ليل ونهار مساء ونهار لما يتقال يوم 15 نيسان نبقى فاهمين كويس جدا مقصود بيها مساء ونهار يعني الليلة اللي بعد انتهاء النهار 14 نيسان الليلة دي هي الليلة 15 نيسان ونهار 15 نيسان لغاية غروب الشمس الفصح والنقطة المهمة جدا واللي معلهاش برضو خلاف كان يسبح بين العشاءين يوم 14 نيسان في الشهر الاول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب ده زي ما قاله الكتاب المقدس وتكرر في عداد كتيرة جدا ايه تعبير العشاءين ده جاستين كيس ده ليه قصة كبيرة حيتم شرحها لما نوصل الجزء بتاع التقليد اليهودي والفكر اليهودي ولكن باختصار ده زمن ساعتين ونصف بعد انتصاف الشمس النهاري بصوا على السماء او متلاقوا الشمس وصلت لمنتصف السماء بعدها بساعتين ونصف ده كده بداية العشاء الاول لغاية العشاء التاني اللي بينهم تقريبا ساعتين يعني تقريبا من اتنين ونصف لخمسة او من ثلاثة لخمسة بعد الزبيحة المسائية وده برضو بتؤكدها المراجع اليهودية وكل داتا بحطها قدام حضراتكم هتلاقولها الصيتيشن بتاعها في الملف الموجود يعني لو انتصفت الشمس ساعة اتناشر ظهرا مثلا يكون العشاءين يبدأوا التوقيت بتاعهم بعد اتنين ونصف ظهرا وهو نهاية الساعة الستة اليهودية ونحو الساعة التسعة اليهودية الساعة الستة اللي هي اتناشر الظهر بتستمر من اتناشر لتلاتة والساعة التسعة تبدأ من تلاتة لما بعدها فالعشاءين يبدأوا امتى التوقيت بتاعهم الساعتين دولوي يبدأوا من اتنين ونصف نهاية الساعة السابتة نحو الساعة التسعة اللي هي يبدأوا ما بين اتنين ونصف رايحين للساعة تلاتة بعد الدور ويستمروا لغاية الساعة خمسة بعد الدور لكن يوجد عدة تنظيمات لها مرتبطة بالتقدمة المسائية ومرتبطة به هل اليوم ده حيبقى سبت ولا جمعة لان الشباط بالنسبة لليهود ده يوم ليه بتبقى قوانين مختلفة تماما ولا جمعة سابق لطبعا اليوم السبت اليوم الشباط وامور اخرى كثيرة مع الفصح طبعا معروف ان لا يؤكل مختمر بل فقط فطير وقال موسى للشعب اذكره هذا اليوم الذي فيه خراجته من مصر من بيت العبدية فانه بيد قوية اخراجكم رب من هنا ولا يؤكل خمير ده سفر خلوك تلاتاشا التلاتة فلا يؤكل خمير مع الفصح اي عشاء فصح ما فوش خمير وزي ما يقول لا تزبح على خمير دم زبيحتي ولا تبت الى الغد زبيحة عيد الفصح في سفر خروج اربعة وتلاتين خمسة وعشرين وعيد الفصح ده على طول بيجي بعد عيد الفطير ولكن عشان لا يتكلش اي خمير في عيد الفصح بيسمى ايضا اول ايام الفطير الذي يؤكل فيه الفطير زي ما يقول سبعة ايام تأكلونا فطيرا اليوم الاول تعزنون الخمير من بيوتكم فانه من كل من اكل خميرا في اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل سفر خروج اتناشر خمستاشر وكمان قبلها بيكونوا قريدي لازم الفصح ما يكونوش اكلوا معا اي خمير فهو سبعة ايام وكمان اليوم القبل الفصح اربعة عشر نيسان ما بيكلوش يكونوا تخلصوا من كل الخمير وما يكلوش خمير يأكلوا فطير فقط يعني حاجة غير مختمرة لا يؤكل اي مختمر بداية من قرب انتهاء يوم اربعة عشر نيسان وزي ما يقول اكلوا من غلط الارض في الغد بعد الفصح فطيرا وافريكا في نفس ذلك اليوم في سفر يشوع خمستاشر حداشر ويلقى بعيد الفصح مع عيد الفطير مع بعض عيد واحد بيسموه مجازا عيد الفطير لانه بيكون متواصل مع بعض يوم اربعة عشر نيسان عيد الفصح خمستاشر لواحد وعشرين عيد الفطير لكن اتنين مع بعض بيسموهم عيد الفطير في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر يكون لكم الفصح عيدا سبعة ايام يؤكل الفطير سفر حسقيال خمسة واربعين واحد وعشرين لانه في الفصح ايضا لا يؤكل فطير ثم بعد ذلك بيستمر سبعة ايام عيد الفطير من الخمستاشر لغاية اليوم الواحد وعشرين عيد الفطير ده في يومين بيسمى يومين عظيمين اليوم الاولاني الي هو اول يوم يوم خمستاشر وفي اللي بيتاكل الفصح في الليلة ليلة خمستاشر الهي نهاية اربعتاشر نيسانية زبع حروف الفصح وفي ليلة 15 نيسان يتاكل الفصح عشاء الفصح واليوم الأخير أيضا محفى المقدس وأي سبت ييجي أثناء عيد الفطير شباط بيعتبر سبت عظيم أعداد أكتر من العهد القديم من اللي تأكد اللي أنا بقوله فنقرأ مع بعض كلم الرب موسى وهارون من أرض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهو لكم أول شهور السنة اللي هو شهر نيسان اللي هو أول شهر في السنة الدينية يعرف بدايته إزاي يعرفوا أن ده شهر نيسان لما يشوفوا الهلال بتاع شهر نيسان أول ما يشوفوا الهلال بيعتبروا دي أول ليلة أول يوم في شهر نيسان كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء شاه للبيت وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفء لشاه يأخذ هو وجره القريب من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاه تكون لكم شاه صحيحة ذكر ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو المواعز ويكون عندكم تحت الحفظ لليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يسبحوا كل جمهور جماعة إسرائيل في العاشية يعني يقعد معهم في الحفظ من اليوم العاشر لغاية اليوم الأربع عشر وفي اليوم الأربع عشر قبل نهايته بين العشائين زي ما قلت من بعد ساعة اثنين ونص بعد الظهر تقريبا لغاية الساعة خمسة بعد الظهر يسبح خروف الفصح بين العشائين يأخذون من الدم ويجعلون على القائمتين والعتب العليا في البيوت التي يأكلونه فيها ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوية تلك الليلة مشوية بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه يعني يأكلونه بعد زبحه بساعات قليلة على طول يسبحوه ويرشوا الدم ويشوه ويأكلوه في يسبح قبل آخر نهار 14 نيسان ويتاكل بعد ما يخلص على طول نهار 14 نيسان اللي هي في ليلة 15 نيسان اليوم الرابع عشر قبل نهايته مع عشاء الفصح ما يكونش فيه خمير وأول من يوم الخامس عشر واللي هي من ليلته أو اليوم برضو يأكل فيه فطير لا يأكل فيه فصح لا يأكل فيه خمير ويستمروا سبعة أيام لغاية 21 نيسان يكمل ويقول لا تأكلوه منه نيا أو طبيخا مطبوخا بالماء بل ما شويا بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه لا تبقون منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار يعني يأكلوه في ليلة 15 نيسان بعد ما دبحوه في نهار 14 نيسان اللي يفضل لصباح 15 نيسان الصبح يحرقوا بالنار وهكذا تأكلونه أحقائكم جدودة وحزياتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب في أن يكتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكام بكل أليات المصريين أنا الرب ويكون لكم دم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرد دم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة أبادية سبعة أيام تأكلونه فطير اليوم الأول تعزنون الخمير من بيوتكم فأن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل ويكون لكم في اليوم الأول محفى المقدس وفي اليوم السابع محفى المقدس لا يعمل فيها عمل ما إلا ما تأكلونه كل نفس فذلك وحده يعمل منكم وتحفظون الفطير لأن في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية في الشهر الأول في يوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون الفطير إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء سبعة أيام ليوجد خمير في بيوتكم فإن كل من أكل مختمر تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض لا تأكلوا شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا اللي هو صفر الخروج من عدد صفحة 12 من عدد 21 في نهاية اليوم الرابع عشر الوقت اللي يصبح فيه خروف الفصح بين العشائين بعد الساعة 2 ونص بعد الظهر زي ما عرفنا لغاية الساعة 5 المفروض الوقت ده لا يجب أن يكون فيه هنا أي خمير ما ينفعش يتسفك دم خروف الفصح ويكون فيه خمير متبقي في البيت يلازم يكون يتنزع قبل التوقيت ده قبل العشائين اللي هو ساعة 2 ونص لغاية الساعة 5 أو الثلاثة الخمسة هذا المساء بعد كده الليلة اللي بدأ دي بداية عيد الفطير لأن الفصح هو أول أيام الفطير في عيد الفطير من 15 إلى 21 لكن ليلة أول أيام الفطير ليلة 15 اللي هي في نهاية يوم 14 وعشان كده يوم 14 بيعتبر أول أيام الفطير لأنه تم النزع في يوم 14 في أول النهار وكمان ممكن الليلة اللي قبلها ليلة 14 اللي هي بتاعة نهاية يوم 13 عشان يبتدوا الزبح الفصح ما يكونش فيه خمير ولما يبدأ اليوم 15 اللي هو عيد الفطير لغاية يوم 21 ما يكونش فيه أي خمير ويستمروا أسبوع ما يكلوش فيه أي خمير بل فقط فطير وهو من نهاية اليوم الرابع عشر قبل بداية الخمستاشر ووقت زبح خروف الفصح وبعد كده سبعة أيام زي ما قلت 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ويوم 21 وهو آخر يوم اللي هو برضو محفى المقدس نفس الشرح يتكرر مرة تانية في سفر اللويني الصح 23 فيقول التالي سفر خروج 13 سبعة أيام تأكلونا فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب فطير يؤكل سبعة أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك سفر خروج 12 عدد ستة و سبعة أيضا يقول التالي في سفر خروج 23 ثلاث مرات تعيد لي في السنة تحفظ عيد الفطير تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب اللي هو شهر نيسان ده اسمه الأولاني لأنه فيه خارجته من مصر لا يظهروا أمامي فارغين عيد الحصاد أبكار غلاتك اللي تتزرع في الحقل وعيد الجامعة في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل عيد الأبكار أو عيد البكورة اللي بتكلم عنه سفر خروج 23 ده اللي هو يوم 16 نيسان اللي هو تاني يوم من أيام الفطير أو تالت يوم من نهار زبح خروف الفسح الفسح زي ما قلت مؤكد مؤكد أنه يتزجح في نهاية نهار اليوم الرابع عشر ده من سفر اللوين 23 هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر كم مرة يكرر نفس التعبير بين العشاءين زي ما قلت اللي هو بعد الساعة 2 ونص يعني ما بين الساعة 6 للساعة 9 في نهاية الساعة قبل بداية التسعة ويستمر أثناء الساعة التسعة لغاية الساعة خمسة بعد الضهر ما بين 2 ونص لغاية خمسة بعد الضهر فسح للرب يوم أربعة عشر يعني الجزء الأخراني من نهار أربعة عشر نيسان وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد فطير للرب سبعة أيام تأكلونا فطيرا وفي اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس عمل أن ما من الشغل لا تعمل وهو محفل مقدس لأن يؤكل فيها الفسح بعد زبحه في نهاية اليوم الرابع عشر سبعة أيام تقربونا وقلودا للرب في اليوم السابع يكون محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمل فزي ما شرح سفر خروج وسفر اللويين بعدة مرات انه بين العشائين توقيت زبح الفصح هو نهاية نهار الرابع عشر من نيسان قبل بداية ليلة الخامس عشر من نيسان ويبتدي الاستعداد قبل نهاية الرابع عشر من نيسان ويقعد كده يشوه ويستعده ويتاكل في ليلة خمستاشر نيسان ولكن اكل الفطير يكون بدأ مع عشاء الفصح نهاية يوم 14 نيسان فيحسب انه اول ايام الفطير اليوم السابع كما تم التقديمه هو نهاية عيد الفطير اللي بدأ اكل الفصح ونهاية يوم 21 نيسان محفى المقدس كلام ده يتكرر مرارا في العهد الذي مؤكدا على نفس المعلوم فيتكرر مرة تانية في سفر العدد نفس الامر انه في اليوم الرابع عشر من نيسان اللي هو في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العشائين تعملونه في وقته نفس الامر تعمل الفصح في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشائين ويتكرر أوردن في سفر عدد 9 وفي سفر عدد 28 نفس الأمر في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين ويتكرر مرة تانية في سفر تسنسح ح 16 فمن وقت زبح الفصح في نهاية اليوم الرابع عشر يكونوا خلاص شالوا كل الخمير من البيوت ويكونوا تنزعوا من قبلها ومن وقت زبح خروف الفصح وبعد كده عشاء الفصح اللي يكون خلاص بدأت ليلة 15 نسان لغاية يوم 21 نسان اللي هو سبع أيام الفطير ولكن عشان قريدي نزع الخمير من قبلها فبيعتبروا 8 أيام مجازا والعيدين مع بعض بيلقبان بعيد الفطير لأنه من بداية الفصح لازم بيكون تنزع الخمير فكده ظهر بوضوح العهد القديم اللي وضحنا خروف الفصح بتزبح يوم 14 نسان في أورب نهايتو بين العشاءين يعني ما بين الساعة الستة من تجهين للساعة التسعة يعني حدود الساعة تنين ونص ويستمر موضوع زبحه لغاية الساعة التسعة تقريبا الساعة خمسة ويه بعد الضر ويشوه ويجهزه ومع كل بقية الحاجات المطلوبة لعشاء الفصح اللي هو السيدر ميل ويؤكل في نهاية يوم 14 نسان اللي بتكون بداية ليلة 15 نسان بدأ يعني يوم 15 نسان الليلة بتاعته تكون بنات بيأكلوا فيه عشاء الفصح التوقيت ده اللي هوا اتزبح فيه خروف الفصح ده التوقيت اللي اتصالى فيه الرب يسوع المسيح على عود الصليب وقدم الكفار عنه لأنه فصحنا لكن كده البعض يقول إيه لا يبقى الرأي الأولاني غلط ويبقى خميس العهد ده مش عشاء الفصح ده غلط لا هتتصرعوش هنعرف القصة دلوقتي لما ندرس مع بعض فما حدش يقفز للسنتاج كده يقول يبقى العشاء الأخير اللي هو تم بتاع خميس العهد ما يدركهاش المعترضين ويتوضح فعلا اللي قام به الرب يسوع المسيح وتلاميذه لأنهم يهود جليليين هو أمر معتاد والتقص اليهود المعتاد فندرس مع بعض النقطة التانية أو الجزء التاني من الرد بتاعنا النهاردة وهو التاريخ والتقليد اليهودي اللي حيوضح كل حاجة محتوى عشاء الفصح اليهودي ده تم إفراد ملف مستقل بوصف عشاء الفصح بالشيء من التفصيل لأن عشاء الفصح اليهودي لا تتخيلوا كمية الرموز اللي فيه على الرب يسوع المسيح الموضوع ده لو تحبوا ترجعوا للموقع اللي هو بتاع دكتورغالي دوت كوم بعنوان بعض معاني عشاء الفصح اليهودي لكن باختصار شديد أول قطعة الفطير هي خبز غير مختمر بثقوب دي تسمى مادزة سواء مربعة أو مدورة لكن بتبقى متخرم ومفهاش أي خميرة ترمز بحاجات كتيرة أوي لجسد الرب يسوع المسيح وأيام جسد وهي جام هامة جدا بما فيها المنديل المعمول من كتان اللي في ثلاث طبقات برموز السالوس اللي يعتبر تاني شيء أهم بعد خروف الفصح وبعد ما خرب الهيكل وانهدم ولا يوجد زبح الخروف الفصح بيعتبر حاليا أهم حاجة في عشاء الفصح هو المادزة أو الفطير القطعة تلعيش دي اللي غير مختمرة بما فيها من سقوب واللي يعني ممكن هتكلم في آخر الملاف رغم أنه هو مش موضوعنا النهاردده لكن في بعض رموز المادزة بس لكن مش هتكلم في بقية معاني عشاء الفصح الكثيرة جدا لأنها الحقيقي رموز ضخمة في هذا الموضوع أرجعونها للموقع اتكلمنا عنها قبل كده فهي بيكسروها نصين هحاول أفتكر لما أخلص الموضوع ده النهاردده رغم أنه هو موضوع طويل أحاول لكم بعض رموز صغيرة جدا على موضوع المادزة أو الفطيرة ورموزها إزاي للرب يسوع المسيح بطريقة رائعة بيكسروها نصين ويأكلوا نص ويحطوا نص في التجويف الأوسط العمود الأوسط في المنديل اللي بيلقب عندهم بالمدفع وهي ترمز لجسد الرب يسوع المسيح والتحاد النسود باللهوت وأيضا الثالوس بطريقة رائعة المهم بقيت المائدة بقدونس العشاب المرة خليط المكسرات المطحون مع تفاح بيد مشوي مكسور ماء بملح برتقال مع إضافة عزمة مشوية لخروف في الطبق ذكرى لخروف الفصح لأنه خلاص ما فيش خروف فصح بعد خراب الهيكل اللي بيسبحوه كان في وجود الهيكل لكن عشان ما فيش هيكل ما بيسبحوش الفصح كل شيء من دولا ليه رمزوا لكن مش هيتسع المجال الآن وبالطبع موضوع الأربع كؤوس اللي يتكلم اللوق البشير على اتنين منهم وأشار للتالت اللي هو موضوع عصير الكرم يوم الاحتفال بعيد الفصح بينما يوم السبت اليهودي سهل تحديده يعرفوه كويس جدا معاش محتاجين حد يقول لهم إمتى يوم الشباط يوم السبت معروف كل أسرة يهودية اليوم السابع من كل أسبوع هو يوم الشباط بيحتفلوا بي لكن تحديد بداية شهر نيسان والأعياد المعتمدة على يوم محدد في الشهر اللي يعتمد على إمتى الشهر بدأ ده أمر مهم الشهور العبرية شهور قمرية اللي طبعا الفكرة ده أخدها التقويم الإسلامي من اليهود ملهاش عدد سابت فهو بيبدأ برؤية الهلال لبداية الشهر القمري اليهود يفضلوا يرصدوا الهلال أول ما يشوفوا الهلال يبقى الشهر القمري بدأ بالظبط زي الأخوة الأحباء المسلمين أخدوها بالظبط من اليهود لكن طبعا كانوا بيعرفوا يزبطوا السنة ده اللي فشل فيه الفكر الإسلام إنهو ينقله فعشان كده السنة الإسلامية متغيرة لكن السنة اليهودية بتتزبط مع التقويم الشمسي ده كان مسؤولية مين مين اللي يحدد أنه الهلال ظهر يبقى الشهر بدأ ده كان مسؤولية الكهنة والمجمع فيه أرشالي هم اللي رأبوا إمتى يظهر الهلال بداية الشهر وأول ما يظهر الهلال ينفخوا فيه الأبواق هم معروفين بقين من الفضة إعلانا أنه خلاص بدأ شهر نيسان ظهر الهلال وبدأ شهر نيسان وبناء عليه يبدأ الشعب خلاص عرفوا إنه الهلال دي ليلة واحد نيسان خلاص يحسبوا بالأيام لغاية عارفين إمتى هتزبح خروف الفصح يحسبوا 14 ليلة والليلة رقم 14 هي ليلة يوم 14 نيسان واللي ساعتها يبتد يشيله الخمير وفي نهاية يوم 14 نيسان يزبح الفصح وهكذا ومن اليوم العشر اليوم الاربعتاشر بيكونوا يريدوا يختاروا خروف الفصح وحطوه تحت الحفظ وهكذا فقبل تحديد بداية الشهر هم غير مستطاع أن يكونوا عارفين إمتى العيد هيجي ما يعرفوش ما يعرفوش يقولوا من دلوقتي لا دا العيد هيجي بعد 17 يوم لا لازم يتقال لهم إمتى الشهر بدأ عشان يعرفوا العيد هيجي إمتى لأن بعض الأحيان صعب يخمنوا إمتى هيظهر هلال الشهر التالي لأن شهر القمر يمكن مرة 29 يوم وممكن مرة 30 يوم لأنه ممكن يختفل الأمر ولا يرى له هلال في نهايته لمدة يوم أو اثنين قبل ما يصر يعني يكون أسترانوميكا بدأ الشهر القمر الجديد لكن لسه الهلال ما ظهرش قصة طويلة يعني ممكن تتشرح في مرة تانية لكن برؤية الهلال بيعلنوا بداية الشهر الجديد وبهذا يععلنوا أن الشهر الماضي خلص كوصبع 29 يوم اللي هو شهر ماضي بيسموه خسير أو 30 يوم شهر كامل اسمه مالي لأنه شهر قمري إن شهر قمري بيستغرق تقريبا 29 يوم ونص فمرة ييجي 29 يوم ومرة ييجي 30 يوم وممكن مرتين وربعة ييجي 30 يوم وممكن مرتين وربعة ييجي 29 يوم هكذا أول يوم في الشهر في العبري بيسموه رأس الشهر اللي هو روش خودش وعلى فكرة ده جاية منها خودش اللي هو مقدس يعني رأس مقدس لأنه رأس الشهر لأنه عيد عند اليهود بناء على كتاب المقدس فزي ما يقول في سفر المزامير انفخوا في رأس الشهر بالبوق عيد الهلال ليوم عندنا فالرأس الشهر هو محفى المقدس زي ما قال وقاريتها لحضراتكم وينفخوا فيه بالأبواق مع ملاحظة أن اليهود حاليا أن اليهود أحيانا كان يحتفلوا برأس الشهر يوم واحد ده متوقع لكن أحيانا كانوا بيحتفلوا بي بيومين وهنا تبتدي القصة لو شهر تسع وعشرين يوم يحتفل برأس الشهر يوم واحد وهو أول يوم في الشهر لكن لو شهر تلاتين يوم بعض اليهود كانوا بيحتفلوا باتنين رأس للشهر يوم تلاتين من الشهر السابق ويوم واحد من الشهر الجديد ليه قادي روش كوديش وي لي وان تايم ان هو يوم ومرة تانية يومين ده من موقع الشباب بيشرحوا الموضوع السبب وهتبقى قصة طويلة فاستحملوني شوية أشرحها لكم السبب في احتفال يومين برأس الشهر هو التالي قديما زمان اليهود أو ما طلعوا من مصر ومعاهم موسى وما عندهمش أي إشكالية أو ما يعرفوا أو ما يشوفوا الغلال يعرفوا أنها ليلة هي أول ليلة في الشهر وهو بداية أول يوم في الشهر مساء وصباح ويخلاص ضربوا بالأبواق وعرف الشعب في أيام موسى في البرئية خلاص خلصت وخيمة الاجتماع في الوسط أو ما يشوفوا الهلال يضرب بالأبواق كل الشعب عرف في المحلة أنه ده خلاص الشهر بدأ لكن لم في أيام يشوع وبدأ تقسيم الأرض الموعد أصبح هناك أبصباط موجودين قريبين من أرشالين وأصباط موجودة في بعيدة في أماكن بعيدة زي أصباط الشمال زي أفرايم اللي هو في الجليل وعبر النهر الستين ونص رقبين وجاد ونصف سبت منسة اللي ملكوا عبر النهر وأيضا بعد ده في زمن بناء الهيكل في زمن سليمان وما بعده الأصباط دولا بالطبع ما كانوش هيسمعوا صوت الأبواق فهم يبعدوا مية وسبعين كيلو متر بعضهم اللي هم في منطقة الجليل وأكتر أحيانا عن أرشالين ودولا مش هينفعوا يرسلوا لهم مرسال أو خطاب لأنه هيستغرق ماشي أكتر من أسبوع من أرشالين للشمال أو بالخيل أكتر من ثلاثة أيام يعني يومين أو ثلاثة أيام فكان المجمع في أرشالين بعد معاينة هلال بداية الشهر عشان يخبر الأصباط البعيدة بخبر بداية الشهر فيما بعد اخترعوا قصة هي إيه؟ كانوا ييجوا على رؤوس الجبال اللي متشافة وتتشاف من على بعد ويحطوا عليها خشب كتير كبيرة ويشعلوا النار في الخشب ده فوق قمة الجبال وكل جبل بعد كده عليه مجموعة حراس اللي حطين الخشب أو مشوف النار اشتعلت على قمة الجبل يروحوا هما المولعين يروح الجبل اللي بعده مولع قمته وهكذا وهكذا يخلاقوا سلسلة من الاتصالات بدل ما الخبر يوصل في يومين ثلاثة يوصل في خلال يعني ساعات بالكتير في نفس الليلة للمجتمعات البعيدة حتى من أرشاليم لغاية الجليل اللي تبعد مئة وسبعين كيلو بالمتوسط وبناء عليها يقدر يرى الأصباط الشمالية والمجتمعات في أنحاء إسرائيل وفي الشتات أيضا أحيانا يعرفوا أن بدأ الشهر خلاص وشفوه في أرشاليم ويبدأوا احتفالات بداية الشهر زي ما اشرح لنا موقع شبات وزي الصورة دي التوضيحية قدام حضراتكم وكمان اتعملت في بعض الأفلام الشهيرة فأول ما يولعوا نار ييجي المنطقة اللي بعدها على قمة الجبل واللي كانوا مختارين المنطقة ده عشان تتشاف بسهولة أو ما يشوف النار ولعت على الجبل جنب أرشاليم هم كمان يولعوا النار دولا يولعوا النار الجبل اللي بعده المجموعة الحراسة اللي بعدها تولع النار دولا ولعوه اتشافوا الجبل اللي بعده يولع النار وهكذا يكون من قمة جبل لقمة جبل لقمة جبل في خلال ساعات خلاص اللي بتعوت الجليل عرفوا انه خلاص اتشاف الهلال في أرشاليم كويس طب حلم يبقى لغاية دلوقتي مش محتاجين للتين لرأس الشهر للسليلة واحدة النظام ده استمر معاهم حتى بعد السابي والرجوع من بابل اللذين بقوا في بابل ده كمان بقوا يعملوا الموضوع ده حتى للي هيهود في بابل وحتى زمان الرجوع من السابي كانوا بيحتفلوا برأس الشهر واحد وبعيد الفصح بدايما رأس الشهر ويوم الاستعداد وينزعوا الخميرة من البيت يوم 14 نسان او اليوم اللي قبله قبله مهمة ما يتزبح حروف الفصح ويتزبح حروف الفصح في بعض الظهر 14 نسان وبعدها في نهاية 14 نسان مساء اللي هو ليلة 15 نسان يكلوا الفصح كويس كويس كل ده يعملوه اليهود في كل مكان ارشاليم اليهودية الجنوب الجليل في الشمال وكمان مناطق بعض مناطق الشتات ويبتقوم ساعتها العيد الفطير لغاية يوم 21 نسان كل ده معتمد على ان مجمع ارشاليم قال لهم خلاص شفنا الهلال لكن بدأت تحصل اشكاليات لليهود ايه هي الاشكاليات واللي سببت كل القصة دي اللي معرفهاش النقاد ويقولك انت عندكم اختلاف خميس العهد ولا الجمع العظيم والكلام ده كل بدأت تحصل اشكالية كبيرة لليهود بعد الرجوع من السابي بفترة ما بين القرن الخامس والرابع قبل الميلاد ايه هي السامريين ما لهم دولة عملوا لهم ايه السامريين دولة قاعدين في نص اليهود في نص الطريق ما بين اليهود وما بين ارشالين ادي اليهودية ادي الجليل والسامريين قاعدل لهم في النص زي اسف التعبير الدارج قاعدنا في الزور السامريين بدأوا اللي يكون بينهم عداء شديد ما بينهم ما بين اليهود واليهود بيعتبروهم انا اسف اللفظ زي التعبير اللي تقال ان هما يعتبروهم مش بس غرباء واعداء ده اللي بيعتبروهم مثل الكلاب وبسبب طرد اليهود ليهم وموضوع سامبل والعداء الشديد طبعا زي ما مكتوب في زفر عزراء والعداء الشديد جدا جدا اللي بيقدق بينهم فأصبح اي سامري دشتيمة بالنسبة لليهود ده الكلام ده من نهاية القرن الخامس قبل الميلاد فبدأوا السامريين للعداء الشديد ما بينهم ما بين اليهود يضايقوا اليهود عن طريق اللي اخبطوهم في موضوع النار يشعلو لهم نار غريبة تضليلية في يوم غلط فيطل اخبط الكمونيكيشن ما بين يهود ورشاليم وما بين يهود الجاليل والشتات يقولهم في الشهر اللي هو تلاتين يوم يقولهم الليلة اللي قبلها يروح مولعينهم نار فينخضعوا اللي في الجاليل ويفتكروا ان المجمع في ورشاليم قال الشهر بدأ ويبقى الشهر ده 29 يوم ولا هو كانش الشهر اصلا 29 يوم ولا اصلا شافوا الهلال والشهر جديد ما بدأش فبتعود الجاليل يفتكروا ان الشهر بدأ ويبتدوا الاحتفالات ويبتدوا يعدوا وعارفين بعد 14 يوم الفصح جاي وهو كل كلام ده غلط في غلط بسبب اعملوا لهم السامريين الخدع دية بالطريقة التضليلية وكانوا يغيروا اماكن النيران عشان يخدعوهم وكمان بدأوا يعملوا لهم العكس فالشهر القصير 29 يوم وبتعود الجليل شافوا النار وعرفوا ان هو الشهر اللي فات قصير وخلاص بدأ الشهر الجديد يجي لهم اليوم اللي بعد روحوا ملعالهم نار تانية ففتكروا يهود الجليل ان هم من اتخدعوا الليل اللي فات ده الشهر ما بدأش فيرجعوا يحتفلوا تاني رغم ان هو كان الاحتفال بتاعهم من برح صح كانوا عملوا لهم منتهى اللخبطة ده قاد يهود الجليل في الشمال ان هم من بدأوا يحتفلوا بالاعياد في يوم خطأ قبل او بعد العيد بيوم وده سبب انزعاج شديد وبخاصة في عشاء الفصح المهم جدا فاليهود بدأوا يفكروا يعملوا ايه بيرسلوا الرسائل بالخيل اللي بيستغرقوا يومين ثلاثة فيضيقوا على يهود الجليل الاحتفال برأس الشهر المهم برضو لكن طبعا مش زي عيد الفصح لكن احيانا يكونوا خسروا عيد اول الشهر بك على الاقل مش هيخسروا الفصح الرسل دي كتير منهم ما كانوش بيوصلوا ليه بسبب قطاع الطرق بيقتلوهم والسامريين كمان كانوا بيقتلوهم وبكده اصبح اليهود في الجليل الدنيا متلحبطة معاهم وبيحتفل اول الشهر في معاد خطأ والفصح كمان في معاد خطأ بيئة مشكلة فاجتمع اليهود المجمع اليهودي ان اليهود في اليهودية يحتفل بالاعيات في وقتها لان ما عندهمش لخبطة خالص في الموعيد المجمع يظهر يشوف الهلال يعلن يهود اليهودية خلاص رأس الشهر يحتفلوا به والفصح خلاص ما عادوا معروف بعدها لكن اليهود اللي في الشتات في الجليل وغيره قالوا لهم انتوا هتحتفلوا بيومين والاتنين اسموهم يوم طوف يعني بقي عندهم اتنين روش قديش واتنين من الاعياد المهمة لتعتمد على تحديد رأس الشهر ومنهم الفصح بقي يحتفلوا باتنين فصح البعض هيستغرب لكن هو ظل حصل فالشهر 29 يوم يعدوا 29 يوم مهما حصل ويحتفلوا اليومين اللي بعده سواء 30 و 1 أو الشهر ده لو جه 30 يوم يحتفلوا 31 أو لو كان شهر 29 يوم يحتفلوا 1 و 2 من الشهر وقالوا لهم الاتنين متساوي الاتنين محفى المقدس الاتنين متساوي القيمة متساوي القداسة وحتى لو عرفتوا برضو الاتنين لهم نفس القيمة وكده يكونوا متأكدين ان حيحتفلوا باليوم الحقيقي مع اليهود في ويوم زائد قبله أو بعده لكن يعتبروا مساوي في القداسة ولان تحديد عيد الفصح والفطير يعتمد على رأس الشهر يومين بدل من يوم بناء عليه قرر المجمع في أرشاليم يبدأوا يحتفلوا في الجليل بعشاءين الاتنين يسموا بعشاء فصح الاتنين اسمهم سيدر ميل ده الاسم اليهودي لعشاء الفصح عشاء فصح أول وعشاء فصح ثاني ويسموا يوم طوف شني اللي هو اليوم التاني وقالوا الاتنين متسوين تماما في القداسة والقيمة التاريخية والروحية وكل شيء ويتذكروا فيها الخروج وكل القصة دي كلها حجتهم في الموضوع ده قالوا ان الكتاب المقدس سمح انه ممكن عشاء الفصح يتكرر فهم بيعملوا لأجل المشكلة اللي حصلت معه والكلام ده قالوا اليهود وقالوا ده السبب الاجتماع في مجمع وقرر ان يصبح الجليل يحتفل بعشاء الفصح طفين يا جماعة الكتاب المقدس قال انه عشاء الفصح ممكن يتكرر قالوا الكلام ده موجود في سفر العدد سحح تسعة كلما الرب موسى في بريد سيناء في السنة الثانية اللي اخرجوا من ارض مصر في الشهر الاول قائلا وليعمل بني اسرائيل الفصح في وقته في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العشائين تعملونه في وقته حسب كل فرعد وكل احكام تعملونه فكان لما موسى بني اسرائيل ان يعملوا الفصح فعملوا الفصح في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشائين حسب كل ما أمر الرب موسى هكذا فعل بني إسرائيل لكن كان قوم قد تنجسوا لإنسان ميت فلم يحل لهم أن يعملوا الفصحة في ذلك اليوم فتقدموا أمام موسى وهارون في ذلك اليوم وقال له أولئك الناس إننا متنجسون لإنسان ميت لماذا نترك حتى لا نقرب قربانا للرب في وقته بين إسرائيل فقال لهم موسى قفوا لأسمع ما يأمر به الرب من جهاتكم الناس دولا طب مش عارفين يحتفلوا بالفصح يعملوا إيه عشان متنجسين لميت إسرائيل قائلا كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان نجسا لميت أو في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشائين تقدروا تكرروا الفصح فقالك بدلا من يكرروا في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشائين لأجل اللي حصل ده لأجل الظروف فلأجل الظروف الجليل إحنا هنخليه يتعمل يومين وراء بعض ونفس الشروط بتاعته على فطير ومرار يأكلونه ولا يبقوا منه إلى الصباح ولا يكسروا عظما منه حسب كل الفراغ الفصح يعملونه وهكذا كويس ويعتبروه نفس قدسية وأهمية الفصح الأول والموضوع ده تكرر عدة مرات مش بس يقدروا يعملوا الفصح مرة تانية ده زي ما يقول في سفر أخبار الأيام التانية وأرسل حسقية إلى جميع إسرائيل وياهوزة وكتب أيضا رسالة للأفرايم ومنسة أن يأتوا إلى بيت الرب في أرشاليم ليعملوا فصحا للرب إلى إسرائيل فتشاور ملوك ورؤساء وكل الجماعة في أرشاليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني لأنهم لم يقدروا أن يعملوا في ذلك الوقت لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمع الأرشاليم فحسن الأمر في عين الملك وعين كل الجماعة فقالوا لأن أوريدي عندنا مسموح بتكرار الفصح لأجل ظروف اللي بيحصل في الجليل ده ده بقى ظروف مهمة علشان ما يفقدوش قدسية الفصح أو يحتفلوا به في يوم غلط نخليهم يحتفلوا بليلتين والاثنين عشاء الفصح والاثنين عشاء الفصح دولة الاثنين في نفس الأهمية ونفس القداسة وكده كده في الجليل مش بيأذبحوا الفصح بيأكلوا عشاء الفصح لكن ميأذبحوش الزبح بيتم بس في الهيكل فعشاء الفصح بيبقى في كل حاجة لكن مكان خروف الفصح بيبقى عظم كويس؟ الموضوع ده بناء على الحساب شهر قصير ولا طويل فيحتفلوا بعشاء الفصح الأول في الليلة السابقة رغم أنه لا يزبح فيه خروف الفصح إلا في النهار التالي وحيانا ممكن ييجي الساكن سيدر ميل أو عشاء الفصح الثاني بعد العشاء الأول اللي يكون فيه اتزبح خلاص خروف الفصح وتم أكله وأصبح تنقيت الخمير تبدأ من يوم 13 نيسان ويأكله الفطير لأن في نهايته مع بداية ليلة يوم 14 نيسان هيأكل عشاء الفصح الأول رغم أن خلوف الفصح ما تزبحش هتزبح الليلة اللي بعدها في أرشاليم في نهاية نهار يوم 14 نيسان يعني بيكون اتعشوا عشاء الفصح أول قبل زبح خروف الفصح وحياكلوا عشاء الفصح الثاني مع بداية ليلة 15 نيسان بعد ما يكونت زبح خروف الفصح ويعتبروا الاثنين دولة بداية عيد الفطير اللي يصبح فيه الفصح اللي عايز يتأكل من المراجع زي مولت السيتيشن كله موجود قدام حضراتكم في المراجع اللي قدمتها لكم سواء موقع شباط أو غيره من الكتب اليهودية الكثيرة كويس؟ استمر اليهود من الوقت ده يهود قرشليم يحتفل بعشاء فصح واحد وهو بعد زبح خروف الفصح في نهاية 14 نيسان من ساعة مشافو الهلال عارفوا امتى 14 نيسان ده التوقيت اللي الرب يسوع المسيح له كل المجد أسلا فيه الروح العود الصليم ويأكلوا الفصح بعد زبحه في نهاية يوم 14 نيسان مع بداية ليلة 15 نيسان لكن يهود الجليل والشتات كلهم أصبح عندهم أمر مهم ده أمر أنه وطقس مقدس لازم يحتفل بعشاء الفصح والاثنين متساويين في الأهمية والقداسة حسب ما جه بعد شهر طويل ولا شهر قصير فقد يكون عشاء الفصح اللي مفهوش خروف الفصح سابق للزبح والتاني بعد الزبح مباشرة يعني فيه نهاية يوم 13 نيسان ليلة 14 نيسان عشاء الفصح الأول ويكون فيه كل مكونات الفصح فيه معادة خروف الفصح لأنهم ما يقدروش يصبحوا الفصح في الجليل لكن يحتفلوا بالفصح بالكامل ولكن مكان خروف الفصح بيحطوا عظمه ما شوية وعشاء الفصح التاني بيكون نهاية يوم 14 نيسان اللي فعلا بيصبحوا في اليهودية اللي يصبحوا في أرشليم عند الهيكل للفصح مع بداية ليلة 15 نيسان يأكلوا عشاء الفصح التاني واللي بيكون فيه يهود الجليل برضه عظمه لكن يهود اليهودية بيكون فيه خروف الفصح نفسه ده اللي حصل في فصح الرب يسوع المسيح ويبدأ عيد الفطير من ساعة ما بدأوا ينزعوا من 13 نيسان والتنقية من يوم نهار 13 نيسان قبل العشاء ليلة 14 نيسان بداية أيام الفطير عشان تيجي ليلة 14 نيسان فعشاء الفصح الأول ما فيهاش خمير لأكل أول عشاء فصح كويس فكده بدأ يتضح أنه هو ده الصحيح إن عشاء الفصح الأول بتاع خميس العهد ده الفرست سيدر ميل اللي قبل زبح خروف الفصح اللي كان في نهاية 13 بداية ليلة 14 نيسان واللي بعدها صلب الرب يسوع المسيح كان في نهار في الجزء الأخراني من نهار 14 نيسان الجمعة العظيمة واللي أسلم الروح واللي كانوا بيستعدوا اليهود لأكل عشاء الفصح اللي هو بعد نهاية نهار 14 نيسان ليلة 15 نيسان اللي ساعتها كان الرب يسوع المسيح في القبر أو حيانا للعكس فيكون الزبح الفصح في نهاية 14 نيسان ويأكلوا عشاء الفصح الأول في نهاية 14 نيسان ولو مع بداية ليلة يوم 15 نيسان يأكلوا العشاء التاني للفصح اللي ما يكونش فيه خروف الفصح الليلة التالية اللي هو نهاية 15 نيسان ليلة 16 نيسان برضو زي ما بقول المراجع قدام حضراتكم ومتسجلة عند اليهود بالتفصيل لكن زي ما عارفين انه لازم كل الزكور بيذهبوا ليه سواء في الجليل أو غيره اللي يقدر لازم يروح إلى أورشاليم ده زي ما أمر الكتاب المقدس بوضوح يظهر زكورك أمام هيك لرب 3 مرات في السنة فاليهود الجليليين الرجالة اللي حيروحوا من الجليل للأورشاليم هما الأوريدي من هما واطفال لازم يكون عندهم عشاءين فصح فأصبح حتى اليهود الجليليين اللي بيذهبوا من الشتات ومن الجليل لليهودية الأورشاليم في عيد الفصح أيضا لازم يعملوا عشاءين للفصح يأكلوا عشاء الفصح مرتين لأنهم لما كانوا في الجليل احتفلوا ببداية الشهر من يومين وده برضو اللي تهلنا المراجع اليهودية قدام حضراتكم واستمر الأمر ده لغاية مخربة أورشاليم سنة 70 مولادية لكن بسبب خراب أورشاليم وتهدم الهيكل واصبح اليهود كلهم يهود شتات مفيش يهود يهودية ويهود الجليل والشتات اصبحوا كلهم شتات لأنه خلاص أورشاليم اتهد الهيكل وأورشاليم خبرت خربت ويتشتت اليهود فأصبح كل اليهود محكوم عليهم من هم من يحتفلوا بعشاء الفصح لأنه مفيش يهود أورشاليم بتعوت الهيكل والكلام ده فخلاص بعد سبعين مولادية استمروا كل اليهود لأنه كلهم يصنفوا يهود شتات طالما هم بدون هيكل يحتفلوا بعشاء الفصح التغير التاني أنه هو وجد أنه مفيش سفك دم الفصح لأنه مفيش هيكل يصفكوا دم الفصح فيه فأصبح اليهود ما بيصبحوش الفصح فأصبح العشاءين الفصح لاتنين كل مكوناتهم وما عندهمش خروف فصحة في العشاءين الاتنين يحطوا فيهم العظمة زي ما كان بيعملوا الجليل زمان أصبح كل اليهود يعملوا الأمر ده واستمروا عشاءين فصح مرة في ليلة 14 نيسان ومرة في ليلة 15 نيسان ومرة أحيانا ييجي في ليلة 15 نيسان أو ليلة 16 نيسان الموضوع ده كان برضو عليه خلاف بين اليهود وكالعادة أنتم عارفين اليهود بيختلفوا زي ناس صحابنا وخلاف بسيط ما بين مدرسة شمعي ومدرسة هيليل شمعي المتمسكة قوي وهليلي المتسهلة لكن متفقين أنها ممكن تأتي قبل عشاء الفصح اللي يصبح فيه الفصح حسب طول الشهر وبكده يطول عيد الفطير يوم وبهذا يقول التقليد اليهودي أن عيد الفطير سبع أيام يستمر في الحقيقة 8 أيام لمن هم في الشتات من 14 نيسان ل21 نيسان وكمان يكون الفطير يتشل من قبلها يعني من 13 نيسان وقادي المراجع اليهودية اللي تتكلم على هذا الأمر ويلقب اليوم 13 نيسان اللي بيبدأ فيه تنقيط البيت من الفطير بأنه بداية أيام الفطير رغم أن هو 13 نيسان ولكن يلقب برضو بالفطير قدام حضراتكم برضو المواقع زي reformjudiaism.org وغيرها من المواقع اليهودية كلها قدام حضراتكم فرغم أن هو يوم 13 نيسان لكن عشان بدأوا يشيلوا خلاص فيه الخميرة شلوها وبدأ الفطير بس رغم أن الفصح حيتذبح في نهاية اليوم التالي لأن الفطير أصبح يبدأ قبل الفصح بليلة استمر الأمر لغاية القرن الرابع الميلادي قرر رؤساء اليهود ومنهم ساجي هليل أن يثبته النتيجة قالوا مش هنفضل مرة قبل ومرة بعد مرة قبل ومرة بعد لأنه زي ما قالوا في التلمود الخوف من اللخبطة رأس الشهر خلاص انتهى مفيش سامرين قاعدين بلخبطوهم لكن قالوا مش هنقدر نلغي عشاء الفصح التاني لأهميته خلاص بقي أمر سابت قانون سابت واعتبرناه نفس القدسية لكن كل الموضوع انتهى احتمالية يأتي في ليلة 14 نيسان فثبته أن عشاء الفصح الأول هو 14 نيسان ليلة 15 نيسان وعشاء الفصح التاني 15 نيسان ليلة 16 نيسان فثبتوها رغم انه كان قبل كده ممكن ييجي ليلة 14 وليلة 15 او ليلة 15 وليلة 16 بعد في القرن الرابع ثبتوه قالوا خلاص نخليه مرة ما يتغيرش ليلة 15 وليلة 16 عشاء الفصح والاتنين متساوين في القداسة والاهمية التاريخية والروحية واللي يخالف العشاء التاني يكون خاطئ بل يطاب عليه عقاب انه هو ينزع من الشعب لانه خالف الفصح برضو المراجع قدام حضراتكم اليهودية اللي بتتكلموا ده موجود في التلموت بوضوح بل المعلمين اليهود اصروا يوضحوا اهمية قيمة العشاء التاني انه هو نفس القيمة نفس المعاني نفس الرموز نفس القدسية لعشاء الفصح الاول بل بدأوا ينتهروا اللي عايز يحتفل بعشاء الفصح واحد قالوا لا ووضحوا ان لو واحد يعتبر عشاء الفصح التاني اقل همية من الاول فيهتم بالاولان ما يهتمش بالتاني بيعتبروه ان كده بينطق باسم الرب اله باطلا لما يقول بركة اسم الرب الذي قدس هذا اليوم وانت كده مش مهتم باليوم ده تبقى انت كده بتنطق باسم الرب الهك باطلا وده هتلوه في موقع شباط بيتكلم على اهمية عشاء الفصح التاني فعرفنا ان اليهود عندهم عشاءين للفصح ويستشهدوا بالعدد التاني لكن من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها لانها لم تقرب قربانا ان الرب في وقته ذلك الانسان يحمل خطيطه وما يعتبروش عشاء استثنائي ولا حاجة ولا درجة تانية عشاء فصح متساوي في القداسة والاهمية الاثنين زي بعض واي يهودي وحتى الان وخاصة اليهود الارثدوكس والالترا ارثدوكس المتحفظين في الشتات سواء اوروبا امريكا او غيرها بيحتفلوه بعشاء الفصح التاني زيه زي الاول بالزبط والفلسط والسكن سيدر ميل او يوم طوف شاني وهتلاقوهم حتى الان وعايزين تتأكدوا من الكلام ده كل دي مراجعوا قدام حضراتكم تتأكدوا منها لو تحبين تراجعوا المراجع اكتر حصل تغيير تاني في سنة 1846 وفيها لاغوا تماما اليوم التامن للفطير اللي كان بيتضاف من يوم 13 نيسان قالك خلاص حسنت وسائل الاتصالات فانتهى اي احتياج بتاعي يوم 13 نيسان وما فيش خالص حكاية ليلة عشاء الفصح ليلة 14 نيسان لانه حتى من القرن الرابع لغاية القرن 19 كان لسه في اكتلافات بسيطة واصبح خلاص مفيش يوم 13 نيسان يشيلوا الخمير من ليلة 14 نيسان ويأسف من نهاية نهار 13 نيسان ويحتفلوا بالفصح يوم 14 نيسان مساء يعني ليلة 15 نيسان ويقل عشاء الفصح التاني في ليلة 16 نيسان وعندهم من نهاية يوم 13 نيسان بداية 14 نيسان وصباح 14 نيسان يقدر يشيلوا فيه الفطير واصبح 7 ايام وتم الغاء تماما اليوم الثامن اللي عادوا يحتفلوا به سنين قرون طويلة وده تذكر في اماكن كثيرة جدا بما فيه على سبيل المثال مجالة شهيرة مجالة الطايم الطايمز قالت مقال عن هذا الامر انه ازاي اليهود عملوا تغيير للسيدر السكند سيدر ميل وبيئي خلاص معاده سابت ففي زمن الرب يسوع المسيح نرجع للوقت ده في زمنه كان ممكن يكون عشاء فصح اول ليلة 14 نيسان وعشاء فصح تاني ليلة 15 نيسان او عشاء فصح اول 15 وعشاء فصح تاني 16 الرب يسوع المسيح بعد ما عرفنا خلاص ان اليهود الشتات والجليل عندهم عشاء اين فصح والاثنين مقدسين الرب يسوع المسيح له كل المجد هو وتلاميذه جليليين فكان للجليليين في السنة دية في سنة صلب الرب يسوع المسيح له كل المجد عشاء اين عشاء فصح اول اللي بيكون المكونات الهمة لكن بتتم قبل زبح خروف الفصح واللي اكلوه بعد ما خلص 13 نيسان اللي شالوا فيه الخميرة ليلة 14 نيسان اللي هو خميس العهد وعشاء الفصح التاني اللي بعد ما زبح الفصح بعد نهاية يوم 14 نيسان اللي قلنا ما بين العشاء اين بعد اتنين ونص بعد الظهر ويكلوه في ليلة 15 نيسان واللي يفضل لغاية نهار 15 نيسان الصبح يحرقوه واليوم السابق كان الاستعداد ونزع الفطير ويعتبر يوم الثامن اللي لغوه 1891 زي ما عرفنا او لغوه في القرن 19 لكن كان موجود في زمن الرب يسوع المسيح زي ما قدمت كل المراجع قدام حضراتكم كويس؟ لكن يلقى بكل ده بعيد الفطير ده يعلنوا التاريخ اليهودي بعض اليهود بعض الربوات اليهود قالوا على فكرة الموضوع ده مش من القرن الخامس قبل الميلاد من ساعة ما طلعولنا السامريين شوكة في النص ان احنا كنا نعمل رأسين للشهر وعشائين للفسح عندنا ادلة ان الموضوع ده كان ليه اثاره مش كتير قوي لكن ليه اثار موجودة من ايام يشوع ابن نوم فقال بعض الربوات اليهود زي رابي هايج ايون من القرن الحادي عشر يقول ان عشاء التاني للفسح اللي يأتي قبل زبح الفسح ده مش من زمن بعد السابي وقصة السامريين بس او فعلا بقي قاعدة سابتة لكن ده كمان ليه علاقة وليه اثار من الانبياء قبله قبل بدايته من ايام يشوع ابن نوم نفسه عند لما قسم الارض اضطر يضع لهم نظام يومين بدل من يوم لاختلاف رؤية الهلال قبل ما ينظموا يكون يبسر يشوفوا الهلال فيه ارشاليم لانه عارفين ان خيمة العهد كانت ليها عدة اماكن ده في الاخر اتحطت فيه ارشاليم على ايام داود وبعدها الهيكل على ايام سليمان فقالوا ده اكشول يشوع ابن نون هو اللي وضع نظام يومين رأس الشهر ونيومين عشاء فسح علشان كانوا مختلفين لما امتلكوا الارض وكان احيانا بعضهم يشوف هلال في ليلة مختلفة عن التانيين وكانوا لسه مخترعوش قصة اشعال النار على رؤوس الجبال عشان يبلغوا بيها الكلام دا اتذكر في عدة مراجع يهودية زي قدام حضراتكم كل دي مراجع شهدت انه اكشل القصة اقدم من كده عشاءين الفسح دا ذكروا اخرين من المعلمين اليهود مش بس الربايدة بتاع القرن الحداشر وقالوا ان اليهود خارج ارشالين من ساعة من قبل الهيكل التاني بكتير من ساعة ما امتلكوا الاراضي كان في عشاءين للفسح برضو كل دي مراجع في ذكرت هذا الامر قدام حضراتكم ننتقل الان لنقطة اخرى تاريخية مهمة تقولهلنا الموسوع اليهودية انا عارف ان البعض زاكي جدا ولاحظ اوكي سنة تلاتة وتلاتين ملدية يتركن الشهر اللي قبلها شهر ادار طويل ولا قصير وحيلاقي انه شهر ادار كان قصير طب ليه احتفلوا بعشاء الفسح الاول قبل زبح الفسح دا هتشرحوا لنا الموسوع اليهودية وحتوضح ليه سنة تلاتة وتلاتين ملدية سنة صلب الرب يسوع المسيح له كل المجد اقاموا عشاء الفسح الاول قبل زبح الفسح وليس بعده باختصار الفكرة ايه انه لو وده مشروح بالتفصيل في المنصوعة اليهودية باختصار انه لو الفصح جاه في سنة يوم سبت يعمله ايه قالك فيه خلافات ما بين الربوات اليهود البعض قالك الفصح اهم من السبت البعض التاني ودولة اقلية قالك لا السبت اهم من الفصح ليه طب اين مشكلة السبت ولا فصح السبت ممنوع يعمله فيه اي عمل لا تنقية بيت ولا شاوي لا ده يأكلوا الحاجات اللي موجودة وخلاص على كده ولا حرق نار ولا تجهيز ولا عيد ولا احتفال ولا 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 كل الحاجات التجهيز الضخمة اللي بتتعمل للفصح اوكي هو مقدس راحة وتقديس وعبادة وحتى ما يتعبوش نفسهم في اكل كتير لكن الفصح فيه اوامر هامة الزبح والتجهيز والشاي وانواع الاكل دي كلها وكل من اعدادات للعيد واعمال الاستعداد وهكذا ده يستلزم مجهود ومجهود ده اصلا ممنوع صنعه في ايام السبوت الطبيعية اغلب الربوات اليهود مالوا للرأي الاولاني قالوا لا الفصح اعلى من السبت لو جه الفصح يوم سبت لا نحترم قوانين الفصح حتى لو الفصح جه يوم سبت يصبح قبل نهاية نهار الجمعة بداية الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة الخمسة ونعمل استعداد في ليلة السبت ورغم ان السبت بدأ لكن برضو هنكمل شغل واستعداد الفصح اللي تعتبر اعمال لكن لا ده فصح كل من الفرسيين قالك لا السبت اعظم من الفصح رأيهم كان اقل ومعندهمش ادلة زي الاولانيين لكن قالوا لو جه الفصح يوم سبت يتزبح الفصح ليلة الجمعة يعني اليوم السابق ويتاكل ليلة الجمعة وما يعملوش حاجة غير انه يحرقوا اللي باقي منه لنهار الجمعة اول ما يبتدي السبت خلصنا ما فيش شغل ما يعملوش اي حاجة واللي عندهم من الاكل الحاجات البسيطة يأكلوها بعض اليهود كان بنسبة لهم الاتنين ما فيش مشكلة طب قالوا لو جه الفصح قبل السبت الشباط قالوا بالنسبة لليهودية ما فيش مشكلة يسبحوا الفصح وبيجهزوه وبيشووه وهو بس يكون كل حاجة جاهزة تبدأ ليلة السبت يكلوه بس كده ما اشتغلوش حاجة لكن بالنسبة اليهود الجليل احتمال يكون الفصح ده العشاء الاول ولسه في شباط في السبت محتاجين يجهزوا للعشاء التاني قالك لا خلاص لو انتوا عرفتوا ان الفصح جاي جمعة قبل شباط يبقى لازم الفصح الاولاني يتعامل الخميس بالليل اللي هي ليلة الجمعة والفصح التاني يتعامل الجمعة يتجهز ويخلص ويبقى بس جاهز على الاكل لما تبدأ ليلة شباط ليلة السبت يكلوه ده اللي بتشرحوا الموسوعة اليهودية وبتقدم مراجع عليه من الكتابات اليهودية القديمة وقادي الصيتيشن قدام حضراتكم من الموسوعة اليهودية في سنة تلاتة وتلاتين ميلادية رغم ان الشهر قدار كانت تسعة وعشرين يوم لكن بسبب التنظيم ده لانهم عرفوا ان الفصح جاي في ليلة شباط فالجليليين كانوا لازم يعملوا عشاء الفصح الاولاني الليلة اللي قبلها خميس العهد نهاية تلاتاشر نيسان ليلة أربعتاشر نيسان خميس العهد بالليه ليلة الجمعة العظيمة قبل ما تزبح خروف الفصح ويصبح الفصح بين العشائين يعني ما بين التالتة للخمسة زي معرفنا اتنين ونص لغاية الساعة خمسة بعد الضهر يوم أربعتاشر نيسان الجمعة العظيمة ويجهزوا كل حاجة ويبقى جاهز على الاكل تبدأ ليلة شباط اللي هو أربعتاشر نيسان يخلص تبتدي ليلة خمستاشر نيسان ليلة السبت يكلوه خلاص على كده فهمتوا القصة ففي عشائل للفصح فاللي عملوا الرب يسوع المسيح لأنه من الجليل هو والتلاميذ لأنهم أغلبهم من الجليل بقى أكشل قوانين يهودية ايه اللي قالته الأربع أناجيل هل يتفق مع الكلام ده المراجع الياهودية دي كلها آه ينطبق تماما وكده بعد ما نفهم الخلفية البيئية نلاقي ما عندناش مشاكل المعترضين اللي قاعدين يقدموا اعترضات وتناقضات والدعاء شبهات والكلام ده بس لما نفهم الخلفية البيئية نلاقي ما فيش أي من الكلام ده ايه اللي قالته الأربع أناجيل باختصار مع بعض بعد ما عرفنا التاريخ والتقليد اليهودي الرب يسوع المسيح وتلاميذ جليليين عرفنا أن الجليليين بيحتفل بعشاءين للفسح واحد يقتج قبل أو بعد زبح خروف الفسح لكن في السنة دي لأنه موضوع شباط والفسح هيجي في ليلة الشباط فيعملوا عشاء الفسح الأولاني قبل زبح الفسح فيعملوا الخميس بالليل ليلة الجمعة العظيمة اللي هو ليلة 14 نيسان وده عشاء مقدس مساوي تماما في القيمة والأهمية والقداسة لعشاء الفسح التاني ويسمى الفرسي درميل وعشاء الفسح ده هو اللي أسس فيه الرب يسوع المسيح لكل المجد العهد والإفخارستية واللي احنا بنسميه خميس العهد بعد ده جيه طبعا الجمعة العظيمة الرب يسوع المسيح فسحنا اللي اتصلب عننا على عود الصليب في نفس التوقيت زبح خروف الفسح بين العشائين فان الرب يسوع المسيح جليليين ما كسروش النموس أكلوا عشاء الفسح الأول فيه بعد نهار 13 نيسان اللي هو الخميس بالليل اللي هو ليلة 14 نيسان والصلاة بالرب يسوع المسيح وقت زبح خروف الفسح في نهاية 14 نيسان ليلة الشباط كانوا هيكلوا ساعتها عشاء الفسح التاني هذه القصة فهو ده الصحيح فالرابع عشر من نيسان اللي هو الجمعة 3 إبريل سنة 33 ميلادية فيه نهاية الخميس أي الخميس مساء ليلة 14 نيسان أكل الرب يسوع المسيح له كل المجد الفسح الأول مع تلاميذه أسس فيه سر الإفخارستية فيه عشاء الفسح وحواله من عشاء الفسح إلى التناول وبعدها اتابد عليه وي 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 وتصلب فيه بين العشائين فيه نهار 14 نيسان الجمعة العظيمة وقت زبح خروف الفسح لأن الرب يسوع المسيح هو فسحنا فعلا وبناء عليه الخميس البعض اللي هيقول طب تسعة نيسان تسعة نيسان أيوة هو أحد الشعنين واللي بيبتدوا يختاروا خروف الفسح لأنه ساعتها كان بيبيعوا خروف الفسح والقصة اللي عارفينها بتاعة الهيكل وتطهيره وهكذا عشان يكون موجود من بداية عشرة نيسان يحطوه في شريعة الحفز فأيوة رب يسوع المسيح تم اختياره عشان فعلا يكون في شريعة الحفز من عشرة نيسان 14 نيسان بالزبط انطبق عليه هذا الأمر زي ما قال الكتاب المقدس المبشرين الأربعة من خلفية يهودية عارفين التقوص اليهودية كويس جدا ويقول في إنجيل مت نبدأ مع بعض في أول أيام الفطير اللي هو إيه تا 13 نيسان لما بيشيلوا الفطير اللي هو سبعة أيام بس يحطوه ليوم ثامن زي ما قرنا مع بعض تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين أين تريد أن نعد لك لتأكل الفسح في إنجيل متى 26-17 في أول أيام الفطير اللي هو أيام نزع الفطير اللي هو يوم الخميس 13 نيسان عشان لما ييجي عشاء الفسح نهاية 13 نيسان اللي هو ليلة الجمعة 14 نيسان يكون بدون خمير ويأكلوا الفسح الأول ملاحظة كلمة هنا بيقول أول كلمة أول اللي جاية هنا ليست كلمة أون اللي هي رقم واحد أون شني وهكذا أحد شني في العبري اللي هي أون وهكذا الكلمة دي اللي جات هنا كلمة بروتون كلمة بروتون في اليوناني تنفع تعني أول وأيضا تعني قبل سابق لأن المقطع الأول من كلمة بروتون اللي هو بروتو في سلمة كلمة برو دي تعني السابق هذه الصيتيشن لو تحبوا تتأكدوا منها واستخدمت الكلمة دي كلمة بروتون عدة مرات والترجمت بمعنى قبل زي يحنى 1-15 و31 وهكذا فسواء الترجمت في أول أيام الفطير أو الترجمت وفي قبل أيام الفطير الاتنين صح أول أيام الفطير فعلا اليوم ده بينزعوا فيه الخميرة وقبل أيام الفطير صح لأن وقت زبح الفصح اللي يبتدي ساعتها عيد الفطير فالاتنين ما فهمش أي إشكالية إنجيل مدى البشير سحح 26 طبعا يكمل القصة ويقول في أول أيام الفطير تقدم التلميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان والقصة اللي احنا عارفينها بالكامل وفيما هم يأكلون قال الحق قول لكم واحد منكم سيسلمني وفي المساء اتكأ مع تلميذ وإمتى اللي هو الجوء الخميس العهد 13 نسان ليه لت 14 نسان فالمساء ده ده ليه لت 14 نسان ليه لت الجمعة العظيمة وابتدأ يقول لهم واحد منكم سيسلمني وهي للرجل وهي أنا سيدي وزعتها زي ما قال لهم وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز دعشاء الفصح اللي حاوله رب يسوع المسيح للتناول وبارك وكسر وأعطى التلميذ وقال خذوا كله هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلهم لأن هذا هو دمي اللازل للعهد جديد اللازل يسفك من أجل كثيرين لمغفرط خطايا وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشرب معكم جديدا في ملكوتابي مثل البشير اليهودي اللي عارف أن الفصح يؤكل في أول أيام الفطير وعارف الجليليين وعارف اليهودية وعارف أن ليلة 15 نيسان ليلة السبت ده صحيح وعارف أنه بيتزبح الخروف الفصح في نهاية يوم 14 نيسان ويؤكل ليلة 15 نيسان ولكن لأنه جليلي عارف أنه فيه كمان عشاء الفصح تاني اللي هو عشاء الفصح الأول اللي يتاكل ليلة 14 نيسان الخميس بالليل ليلة الجمعة ويستمر نزع الخمير من قبل ليلة 14 نيسان نهار 13 نيسان وده يعتبر بداية عيد الفطير يقول لنا يوسفوس المأرخ اليهودي الشهير ان عيد الفصح وعيد الفطير كانوا يعتبران معا عيدا واحدا ممتد لمدة ثمانية ايام وكانت هذه الثمانية ايام تدعى بصفة اجمالية ايام الفطير يعني الفصح والفطير كلهم بيلقبوا عيد الفطير فكان فيه اللغة الدارجة اول ايام الفطير ده بالزبط اللي قاله متى البشير وقاله التلاميذ كلام ده اهو زي ما قاله يوسفوس في كتاب الانتيك الكتاب الثاني 15 واحد فعيد الفطير يبدأ من بداية نزع الخمير شاكده نهار يوم 5-13 نيسان يعتبر اول ايام الفطير او لو عايز يلقب وقبل الفطير التعبيرين صحة مفيش اي اشكالين يؤكد الكلام ده قلبت بارنز في تفسيره وغيرهم الكثيرين جدا يؤكدوا هذا الامر العشاء اللي هو خميس العهد مساء كانت دي كل مكونات الفصح زي ما اضحت سابقا بما فيها المادزة فيما عدا بدل الخروف العظم المشوي العشاء ده مهم جدا التجهيز ليه ولا بد ان ينزع الخمير قبله لانه عشاء فصح يأكله فطير فقط عشان كده يتحسب بداية عيد الفطير اللي قاله متى البشير يتطابق مع مرقص البشير ولوق البشير ولوق البشير ويحن البشير مرقص البشير يقول نفس الامر في اليوم الاول من الفطير ونفس الكلمة حين كانوا يسبحون الفصح قال له تلميزه اين تريد النمضي ونعد لك لتأكل الفصح فارسل اثنين من تلميزه وقال لهما يذهب الى المدينة فلقيكم انسان حامل جرة ماء انتبعاه وحيثهما يدخل فقوله لرب البيت انا معلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح ما تلميزي فهو يريكم عليها كبيرة مفروشة معدة وهناك عدة لنا فخرجت الميزه واتهق المدينة ووجدت كما قال لهم فعد الفصح اللي هو خميس العهد ليلة 14 نيسان ولما كان المساء اللي هو ليلة 14 نيسان جاء مع التلميذ مع الاثنين عشر فيستخدم نفس التعبير بروتون اللي هو الترجم اول وينفع الترجم قبل وتعبير يسبحون الفصح لان التوضيح لان كل الفترة دي اللي خلاص في الليلة دية بدأ 14 نيسان اللي في النهار ويسبح الفصح فهو خلاص اليوم بدأ وده عشاء الفصح الاول زي ما عرفنا الفرس سيدر ميل فالعشاء الاول اللي هو ليلة 14 نيسان اللي هو خميس العهد بالليل اللي هي تعتبر ليلة يوم 14 نيسان او ليلة الجمعة العظيمة في نهاية في نهارة 14 نيسان الجمعة العظيمة بعد الصهيرة زي ما عرفنا كويس يسبح الفصح وده تم توضيح فاليوم الاول من اعياد الفطير اللي هي 8 ايام هو عيد الفصح فعيد الفصح اللي هو يوم 14 نيسان واهم ما فيه زبح الفصح في نهاية 14 نيسان ولكن عشاء الفصح الاول اللي مساوي في الاهمية كان اريدي في ليلة 14 نيسان عند الجليلية اوكي يتفق مع نفس الكلام لوقة البشير ويقوله برضو وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يسبح فيه الفصح فارس البطرس ويحنى اذهب عدة لنا الفصح لنأكل ونفس الامر بالتفصيل هو اخذ وشكر وكسر وقال هذا هو جسدي زي ما احنا عارفين انجيل لوقة 22 لوقة البشير تكلم عن جاء الفطير يعني العيد باجماله خلاص جاء الفطير يعني ما فيهش حاجة سنها خميرة وزي ما احنا عارفين لانها ليلة 14 نيسان خميس بالليلة الجمعة العظيمة ويشير الى كأسين من الاربع كؤوس اللي شربها اليهود في عشاء الفصح ايه هم قصة الاربع كؤوس باختصار شديد في عشاء الفصح عندهم اربع كؤوس اللي وقال بشير اشار الاثنين وقال المسيح رفض يشرب الاخرانية الاول يسمى كأس الشكر ده قبل البداية ده قبل ما يتعشوا كأس الشكر على عبور المهلك والعبودية اللي هو يسمى كأس الغضب او المرارة ده في البداية كأس الفصح المسبوح لاجل الكفارة ده كأس الفرح مع بداية العشاء كأس البركة الخلاص ده بعد العشاء وكأس التهليل الملكوت اللي هي دي لم يشربها الرب يسوع المسيح ده كان في البداية فما تكلمش عنه لوق البشير لوق البشير اشار للاثنين دولة وكلهم اشاروا الى انه الكأس الاخرانية الرب يسوع المسيح لانها كأس الملكوت قال دي هشربها معكم في الملكوت بل الرب يسوع المسيح وضح أنه مش بس يشرب الكأس الرابعة لكن أيضا لن يأكل عشاء الفصح الليلة التالية اللي هو لم يقول لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأنه في الفصح الثاني عشاء الفصح الثاني هيكون بيتألم وبيقدم هو نفسه كفصح حقيق عن العالم فهو يكمل الفصح والفداء الحقيقي وتكميل الكفارة المطلوبة والملكوت لأنه لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله ده طبعا تعبير رائع برشاد الروح القدس وده اللي تم فهمه بعدما فهمنا التقليد اليهودي المبني على العهد الأديم ومعناه وليه الجليليين عندهم عشاء الفصح عشاء الفصح الأول أكل الرب يسوع المسيح مع تلاميذه وأسس فيه التناول والسر الإفخارستية في خميس العهد مساء ليلة الجمعة فبدل الخبز المادزة والكأس عشاء الفصح المسيح أصبح جسده دم للعهد الجديد في التناول أيضا كل كلام ده يتطفق برضو مع يحنى الحبيب وقال نفس الأمر ويقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهاء عالم إن الساعات قد جاءت ينتقل من العالم إلى الآب إس كان قد أحب خاصاته والذين في العالم أحبهم إلى المنتهى ويقول قبل عيد الفصح ويستخدم تعبير برو اللي يشبه السابق بروتون وهو الجزء الأول من كلمة بروتون ولكن يترجم قبل وبرضو الصيتيشن اللي عايز يتأكد من هذا الكلام فيتكلم أيضا عن عشاء الخميس العهد و13 نيسان ليلة 14 نيسان وده الطقس اللي بتمرسه الكنيسة والقراءات الكنيسية المؤسس من القرن الأول ويعرفه القديس يوحنى جيدا وهو يوازي 13 نيسان خميس العهد والقديس يوحنى ما شرحش الإفخارستية لأنه خلاص كان شرحه باية المبشرين والكلام ده مشانا اللي بقوله ده أكيده كتير من المفسرين على سبيل المثال فقط جيل المفسر كلارك المفسر ودوله مفسرين غربيين ويقولوا نفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم وآدي الصيتيشن بتاعه لكن بدأ يشرح حديثة غلس للأرجل اللي حصلت بعد العشاء الأخير اللي في خلاص تية نهاية يوم خميس العهد بداية ليلة الجمعة العظيمة اللي هي ليلة يوم 14 نيسان اللي في نهاية نهاره يصبح خروف الفصح اللي هو الرب يسوع المسيح ولكن يكمل يوحنى الحبيب ويقول ما يؤكد أنه بيتكلم عن العشاء الفصح الأول فيقول حين كان العشاء اللي هو عشاء الفصح قد ألقى الشيطان في قلب يهوزة سماع النسخريوت أن يسلمه اللي هو يجيل يوحنى 13-2 ده عشاء الفصح الأول اللي هو قبل زبح الفصح زي ما قال يوحنى الحبيب على طول بعدها وأنه يتكلم بعد كده على المحاكمات والرب يسوع المسيح فيتفق تماما مع بقية المبشرين في وجود عشاء الفصح فرسيدر ميل وساكن سيدر ميل وهنا يتكلم عن خميس العهد اللي هو يوم 13 نيسان بالليل يعني هي ليلة 14 نيسان ولكن بدون أن يذكر تفصيلات اليوم فيه مع دمه لم يذكر في بقية الأناجيل لأنه طبعا يوحنى الحبيب كتب إنجيله بعد فترة من الأناجيل فذكر ما لم يذكر بقية الأناجيل لكن ما ذكر حاجة معروفة أن هي بتاعة عشاء الفصح اللي هو في خميس العهد إيه هي مش بس بعد العشاء قال هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوزة سماع النسخريوت ده في إنجيل يوحنى 13-26 ده اللي بيعمله رئيس المتكأ في عشاء الفصح الأول والتاني لكن هنا طبعا بيتكلم على العشاء الفصح الأول ده اللي حصل فيه بعد ما خلص يوم 13 نيسان خميس العهد نهاره بدأت ليلة 14 نيسان ليلة الجمعة العظيمة ده الخميس مساء ليلة الجمعة العظيمة اللي تم فيها عشاء الفصح الأول واللي بعد العشاء خرج الرب يسوع المسيح لها كل المجن لبستان جثفايماني وتم القفض عليه وتمت محاكمات والست محاكمات ثلاثة يهودية وثلاثة رومانية في منتصف الهيكا في منتصف الليل والنهار التالي وهو نهار 14 نيسان وبعد انتصف النهار اللي يسبح اليهود خروف الفصح بعد منتصف نهاره وده الوقت الرب يسوع المسيح وضع العود الصليب وبدأ سفك دمه وفي النهاية أسلم الروح فاللي يقول يحنى الحبيب يطابق اللي قاله الثلاثة نجيل ويطابق الفكر اليهودي وكده خلاص تأكدنا تماما ان هو ده الصحيح عشاء فصح أول هو بتعرف خريستية خميس العهد عشاء فصح تاني اللي هو بعد زبح خروف الفصح اللي هو في نهاية 14 نيسان ليلة 15 نيسان يحنى الحبيب وضح كمان أكتر ويقول ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية وكان صبح لم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا لأنهم بدأوا يتطهروا من الليلة قبلها فيأكلون الفصح لأن ده عشاء الفصح الأساسي عند يهود اليهودية والتاني عند يهود الجليل ده في إنجليل يحنى 18-28 فهم لم يصبحوا الفصح بعد لكن الجليليين قريدي أكلوا عشاء الفصح الأولاني وبيستعدوا لعشاء الفصح التاني أيضا بلاطس عارف ده وده السلوب اليهودي وعشان كده كان بيطلق لهم أسير يوم عيد الفصح صباحا قبل الزبح بفترة عشان يتحرر ويقرد كتعبير للحرية في عيد الفصح ويطلقه قبل الظهيرة عشان يتطهر فيستطيع أن هو يقدر يأكل نهاية 14 نيسان ليلة 15 نيسان زي ما بيقولهم ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح أفيرت يدون أن أطلق لكم ملك اليهود الواء إنجليل يحنى 18-39 وده أكدوا المبشرين أيضا في إطلاق سجين في عيد الفصح اليوم التالي لعشاء الفصح الأول زي ما قلنا مات البشير وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق الجميع أسيرا واحدا من أردوه وكان لهم حينئز أثير مشهور يسمى باراباس ففيما هم مجتمعين قال لهم بيلاتوس من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح وأيضا الكلام ده موجود في إنجليل موروس وهي موجود في إنجليل لؤ وهو ده اللي أطلقوا بيلاتوس في عيد الفصح وتم شرح الموضوع ده في ملف مستقل بعنوان هل يحق البيلاتوس أن يطلق سجين بدون الرجوع لروما تقدروا تلقوه في الموقع فتم التأكد أن كل المبشرين بيخبروا أن الرب يسوع المسيح لها كل المجد أكل عشاء الفصح الأول لأنه جليلي ليلة 14 نيسان اللي هو خميس العهد بالليل ليلة الجمعة العظيمة وأسس فيها العهد والتناول ثم راح بعد كده لبستان اتقبض عليه قرب منتصف ليلة 14 نيسان اللي هو ليلة الجمعة ثم المحكمات الستة ثم اتحكم عليه في منتصف نهار 14 نيسان يعني الجمعة العظيمة الظهر ثم اتصالة بالرب يسوع المسيح ثم الظلمة ما بين الساعة الستة والتسعة بالزبط اللي هي نهاية الستة والتسعة زي معرفنا أن هي الستة بتبتدي من 12 ظهر لتلاتة بعد الظهر توقيت زبح حروف الفصح ساعتين ونص بعد ما تبدأ الستة يعني اتنين ونص في نهاية الستة لغاية التسعة وده التوقيت اللي حصلت فيه الظلمة بعد كده الرب يسوع المسيح اللي لا يزال دمه بيوسفك العود الصليب كل هذه الفترة في وقت زبح حروف الفصح أسلم الروح قبل انتهاء النهار ولا يزال ده في نهاية يوم 14 نيسان ما بين العشائين بالزبط بالزبط بمنتهى الدقة وقت زبح خروف الفصح في الهيكل فالرب يسوع المسيح لها كل المجد تسفك دمه في نفس وقت سفك دم خروف الفصح وبعد طبعا الفحص اللي هي المحاكمات وقبل بداية ليلة 15 نيسان اللي يؤكل فيها الفصح وعشاء الفصح الثاني زي ما تشرح وهو ده ليلة إش سبت أيضا ما أكده بقية المبشرين اللي اتفعوا كلهم من وقت صالب الرب يسوع المسيح هو وقت الاستعداد لأكل الفصح لفظ الاستعداد معروف عند اليهود الاستعداد بتاع الفصح فهو لفظ يستخدم عن عيد الفصح بكل تفاصيله عن الاستعداد في أكل الفصح وفيه زي ما بيقول متى البشير وفي الغد بعد الاستعداد يعني طبعا ده بيتكلم على بعد الشبط بعد السبت بعد الاستعداد اللي هو يوم السبت فالاستعداد اللي هو كان الليل القبل اللي هي الجمعة بالليل ليلة السبت اجتمع رؤساء الكهنة وفريسيون إلى بلاطس وزي ما برضو يقول لنا إنجيل مرقص ولما كان المسائس كان الاستعداد أي ما قبل السبت برضو كلام ده يقوله لنا إنجيل لوأ وكان يوم الاستعداد يوم الفصح يسمى يوم الاستعداد فبعد ما تكلموا على العشاء الفصح الأول أيضا تكلموا على العشاء الفصح الثاني فالأربع أناجيل تكلموا على العشاءين الفصح في الاستعداد هو العشاء الفصح ولأنه جاي قبل يوم سبت وهو اليوم الليلة يؤكل فيها الفصح وهو سبت في عيد الفطير زي ما قلنا 0-23 يعني يوم 15 نيسان مساءه وصباحه ممنوع أي عمل لأنه ده شباط وده سبت عظيم لأنه جاي في عيد الفطير عشان كده اقاموا عشاء الفصح الأول ليلة 14 نيسان الخميس بالليل الجليديين ويتزبح الفصح في نهاية يوم 14 نيسان الجمعة العظيمة وبعده في المساء ليلة 15 نيسان يكون عشاء الفصح جاهز يكلوه وبكده ما يقوموش بأي عمل في السبت وهو 15 نيسان ده برضي يقوله لنا يا حنى الحبيب ويتفع مع المهشرين التلاتة تماما ومع العهد الأديم والجديد وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هذا ملككم فلما أخذ يسوع الخل قال أكمل ونكس الرأس وأسلم الروح ثم كان استعداد نفس اللفظ بالزبط فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت ما ينفعوش بايته الأجساد على الصليب وديلنت السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما لأنه جاي في عيد الفصح والفطير سأل اليهود بلوتس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر ويكمل بعد كده طبعا القصة أنه ما كسروش ساقايا ربي سوع المسيح لأنه كان أسلم الروح وبعد كده قصة نيكوديموس وربي سوع المسيح ووضعه في القبر لأنه كان قريبا زي ما قال إنجيل يوحنا 19 على 14 و30 و31 و42 فهو عيد اليوم الأول من الفطير وأيضا يوم سبت فكان عظيم فالمسيح زبح في نهاية يوم الفصح وقت الاستعداد وقت زبح خروف الفصح وعشان كده المسيح هو فصحنا الذي يزبح وقت صبح خروف الفصح لأجلنا زي ما يقول لنا معلمنا بولوس الرسول اذنقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير لأن فصحنا أيضا المسيح زبح لأجلنا ففعلا المسيح زبح على عود الصليب في توقيد الفصح في رسالة معلمنا بولوس الرسول الأولى لأهل كورونسوس خمسة سبعة والرب يسوع المسيح له كل المجد الدفن قبل بداية ليلة يوم 15 نسان اللي هو ليلة السبت اللي هو أول أيام الفطير اللي منفعش يعملوا فيه أي عمل عشان كده يعتبر عظيم عشان كده المريمات فرجعنا وأعدادنا حيوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية زي ما يقول لنا إنجيل لقى 23-56 فما فيش أي تناقض هل عشاء الفصح الخميس أم الجمعة وليوجد أي تناقض بين الأناجيل الأربعة بل كلهم اتفقوا أن عشاء الإفخارستية هو عشاء الفصح الأول ليلة 14 نسان خميس مساء اللي هو ليلة الجمعة العظيمة اللي هو يوم 2 أبريل 33 ميلادية اتصالى بالرب يسوع المسيح بعد منتصف نهار يوم 14 نسان اللي هو الجمعة العظيمة وهو بعض الظهر بين العشاءين زي ما درسناها وحصلت الظلمة اللي قاله لنا معلمنا متى البشير وأسلم الروح ودفن مباشرة قبل بداية ليلة يوم 15 نسان ليلة السبت ده برضو يتطفق مع الهلنا معلمنا يوحنا الحبيب ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي يقامه من الأموات في إنجيل يوحنا 12 واحد ده العشاء بعد نهاية يوم السبت لأنه لما انتهي الشباط يعملوا عشاء كويس لأنهم يوم السبت بيأكلوا ما يقدروش يمزلوا مجهود كتير في الأكل فلما بينتهي يوم السبت بيتعشوا ليلة الحد كويس وده اللي هو 8 نسان ليلة الأحد عشان كده يقول وفي الغد سمع الجمعة الكثيرة لذي جاء إلى العيد أن يسوع قاتل لأورشالين يعني يوم الحد الصباح أي قبل الفصح بخمس أيام اللي هو 9 نسان 29 مارس 33 ميلادية ويكون كل يوم مساء وصباح الـ 12 نسان اللي كانوا خلاص اختاروا رب يسوع ومسيح وقعد في شرعة الحبز الثلاث 11 نسان الأربعة 12 نسان الخميس 13 نسان خميس العهد واللي في نهاية نهاره مع بداية الليل عشاء الفصح الأول هو ليلة الجمعة الجمعة 14 نسان الصلب وخروف الفصح السبت 15 نسان اللي في الليلة بتاعته بيأكلوا عشاء الفصح الأحد 16 نسان البكورة اللي هو في فجر الأحد قام الرب يسوع المسيح بكورتنا له كل المجد وبكده كل أحداث ليلة ويوم صلب الرب يسوع المسيح زي ما وردت بالأنجيل الأربعة ما فيهش أي تناقط وبالزبط تطابق الفكر والتقليد اليهودي وفعلا ما أموش بأي أعمال في السبت لأنه كان عظيم طبعا ما يعني هل متخيلين أنه فيه اختلاف ويكون خميس العهد 14 نسان أو السبت لسه هيكمله فيه هل مجمع سنهدريم يجتمع ويحاكمه رسي رب يسوع المسيح في وقت أو بعد أكل الفصح اللي بيقولون خميس العهد هو 14 نسان مجمع سنهدريم لو كان خميس العهد 14 نسان هيجتمعوا ويحاكموا رب يسوع المسيح في وقت أو بعد أكل الفصح ويستمروا طول ليلة الاحتفال بالعشاء الفصح وحتى الصباح في محاكمات وتعذيب للرب يسوع المسيح هل ممكن في صباح السبت العيد أن يتركوا العيد ليسلموا السيد المسيح لبلاطس هل ممكن يجتمع الشعب ويسيبوا الفصح وأكلوا علشان يقولوا أمام بلاطس أسلوبه أسلوبه فالجليليين يحتفل بعشاءين للفصح تناول العشاء الأول قبل زبح خروف الفصح وليس بعده بسبب موضوع السبت زي معرفنا من الموسوع اليهودية وينجل مرقص ولوأ يقولوا أمر هم يقولوا فسخروا رجلا مكتازا كان أتيم من الحقل وهو سمعان القيرواني أوكي يعني فيه واحد لسه جاي من الحقل فسمعان القرواني جاي من الحقل يعني ذلك اليوم كان لسه مسموح بأعمال يعني مش يوم سبت العيد مش اليوم اليالي الوليمة اللي يعتبر يوم عظيم وكده يتفق الاتفاق كامل ما بين الأنجيل في التوقيت بما فيها توقيت العشاء الأخير خميس العهد والجمعة العظيمة فليؤكد ده أن الليلة 14 نيسان ممكن يعملوا فيها بقية الأعمال زي الأبض على رب يسوع المسيح محاكمة طول الليل ولكن ليلة 15 نيسان ما كانوش يقدروا يعملوا الكلام ده كانوش يقدروا يقبضوا على مسيح ولا يحكموه ولا كل القصة دي وده يؤكد لنا العشاء الفخريستية عشاء الفصح الأول خميس بالليل اللي هو ليلة 14 نيسان الرب يسوع المسيح أصلم الروح نهاية يوم 14 نيسان وقت زب حروف الفصح وده يتأكد تماما بهذا الأمر بل ده أيضا يتفق مع التعبير اللي بيقوله الرب يسوع المسيح ليه نهار 14 نيسان لسه مسموح بيه الأعمال كل أعمال التجهيز اللي عايز حجم الحق اللي يجيبها اللي بيشيل حاجات في بيته اللي بيجهز لده اللي بيجهز لده عشان كده الرب يسوع المسيح قال على على اسمه مين ده يهوزا آه سوري آسف لسيتي يجي النقطة دي عشان كده وقت صلب الرب يسوع المسيح قبل ما تبدأ الشباط قبل ما تبدأ ليلة السبت كان يقدر ييجي يوسف الراني ونيقوديموس ويجيبوا الكتان ويجيبوا الأطياب ويكفنوا الرب يسوع المسيح لأن السبت ما بدأش وعشاء الفصح ما بدأش تزبح الفصح ومفروض بيجاهزوه وحيبتدو يتعشو بعدها بشوي زي ما قلنا فاشترك كتانا فأنزلوا وكفنوا بالكتان ووضعوا في قبر كان منحوطا في صخرة وضحرك حجرا على باب القبر إنجيل مرس 1546 ودايما برضو دايلي يقولون جيل لؤة هذا تقدم إلى بلاطوس طلب جسد يسوع وأنزلوا ولفوا بكتان ووضعوا في القبر منحوط حيث لم يكن أحد وضع قط ده أيضا مناسب من التلاميذ ظنوا أن الرب يسوع المسيح لما بيقول ليهو زماء أنت فاعله ففاعله أكثر سرعة وأنه بيقولوهم اشتريوا حاجات العيد لأنه كان لسه مسموح لسه عندهم نهارة 14 نيسان لسه يقدروا يعملوا هذه الأعمال كل دي أدلة تؤكد الترتيب عشاء الفصح الأولاني هو اللي كان في خميس العهد وعشاء الفصح الثاني هو اللي كان بعد زب حروف الفصح في نهاية نهار الجمعة العظيمة كلام ده اللاقيه فيين؟ نلاقيه في إنجيل يوحنى 13 لأن قوما إسكان الصندوق مع يهوزة ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو يعطي شيئا للفقراء ليفتكروا الكلام ده؟ لأنه لسه اليوم النهار اللي بعده لسه مسموح بأعمال أمر آخر يطم توضيحه هنا من التقليد اليهودي هو أن اليهود كانوا بيذهبوا للهيكل زبح خروف الفصح يوم 14 نيسان بعد الظهر على ثلاث دفعات لما كتر عددهم قوي وكانوا بدأ ما يدخلوهم مرة واحدة ويصبحوا عشاء الفصح بين العشاءين كانوا يدخلوا الدفع الأولانية على قد ما يستحمل الفناء بتاع الهيكل يقفلوا باب الفناء الخارجي يصبح خروف الفصح المجموعة الأولانية يتسفك دمه وبعد الانتهاء تخرج المجموعة الأولى وتدخل الثانية وكان لأجل ده يبدأوا بعد الظهيرة يعني بعد الساعة السادة اليهودية اللي هي ساعة 12 الظهر بتوقيتنا وتستمرت ثلاث مجموعات حتى قبل غروب الشمس لكن قبل ده يتم التقدم المسائية اللي قدموها قوي عشان يتحلوهم الوقت لزبح خروف الفصح ولو كان الكلام ده ليلة السابت يقدموه علشان يلحقوا يخلصوا كل الكلام ده قبل ليلة السابت وده بالضبط اللي حصل في سنة صلب الرب يسوع المسيح لها وكل المجد فالمسيح بداية من رفع العود الصليب وهو بيتسفك دمه من بعد الساعة السادة بعد 12 ظهرا وما بين العشائين في نهاية الساعة السادة 2.5 ظهر لغاية الساعة التسعة اللي هي 3 وما بعدها لغاية 5 الرب يسوع المسيح أصلا من الروح حصلت الظلمة لأن الرب يسوع المسيح هو فصحنا الحقيقي أيضا أمر مهم وهتم الإشارة إليه أريد بالفعل لكن أوضحه مرة تانية أن الرب يسوع المسيح قام في فجر عيد البكورة اللي هو يوم 16 نيسان اللي هو الثاني يوم في عيد الفطير من السبعة أيام اللي هو في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشائين فصح للرب وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد فطير للرب سبعة أيام تأكلونا فطيرة في اليوم الأول يكون لكم محفا مقدس عمل إمام الشغلة تعملوا سبعة أيام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفا مقدس كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم متجئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيطها تأتون بحزمة أول حصيطكم إلى الكاهي ده اللي بيتكلم عنها في أيام الفطير السبعة اللي بيخلوها تمانية خلوا اليوم الثالث من الثمانة أيام أو اليوم الثاني من السبعة أيام اللي هو يوم 16 نيسان خلوا عيد بكورة الحصاد فيجيبوا حزمة أو الحصاد من الشعير عشان يرددوها أمام الرب وفي السنة دي كان بعد السبت بمعرفة الكاهن رمز لقيامة الحياة من الموت في البزرة ماتت ودفنت وأنتجت حياة بالضبط ترمز للرب يسوع المسيح فيستنوا يخلص السبت بعد غروب الشمس بعد السبت يخرج الحاصدون لواحد من الحقول يتسألوا هل الشمس غربت ولا لسه فيجيب بعضهم بعد أيوة الشمس غربت خلاص السبت خلص يلا نقدر نحصد شوية من الشعير ده الوقت اللي خرجت فيه المريمات بعد السبت عشان يعدوا الحنوط ده اللي هو ليلة الحد يجيبوا الشعير ده يجيبوا لهيكل في فجر اليوم الثاني يطحنوه عدة مرات ياخدوه ويمزجوه بالزيت واللبان وهي وضعوه على المسبح مع المحرقات في عيد البكورة اللي هو الحد الصبحية فالرب يسوع المسيح هو البكورة الحقيقة زي ما يقولنا أيضا معلمنا بوريس الرسول يقول ولكن الآن قام المسيح من الأموات وصار بكورة الرقنين في رسالة الأولى إلى أهل كرونسس 15-20 فهو فعلا قام في عيد البكورة وزي ما يقول أيضا في نفس الرسالة كل واحد في ردبته المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيه وبكده تأكدنا أن الأربع مبشرين اتفقوا تماما في كل شيء واتفقوا مع اللي قاله معلمنا بوريس الرسول واتفقوا تماما مع العهد القديم واتفقوا تماما مع كل التقليد اليهودي اللي كان موجود وده يكون مناسب تماما للنبوات ويطابق رموز الأعياد اليهودية اللي ترمز للمسيح فالمسيح دخل أرشالين يوم أحد الشعنين اللي هو يوم 9 نيسان اللي في نهاية ليلة 10 نيسان كان تم اختيار المسيح ففعلا من ساعة ما بدأ 10 نيسان كان الرب يسوع المسيح في شريعة الحفز وعشاء الفصح الأول خميس العهد أسس الفخريستية فيه وصلب وأسلم الروح وقت زرح خروف الفصح وقام يوم البكورة وعشان كده هو بكورتنا وحل الروح القدس في عيد الخمسين وهو عيد الحصاد يوم الخمسين باللقة واللي فعلا كان عيد حصاد لأن كنيسة لمحل الروح القدس بدأ تأسيس كنيسة وحصدت أنفس بعزة واحدة جابت 3000 نفس وبدأ الحصاد الحقيقي ده ملخص التواريخ اللي يحب يتباحها في جدول اللي قلتها لحضراتكم وتأكدنا أنه هو ده الترتيب الصحيح في النهاية تم معرفة أنه ما فيش تناقض بين الأربع نجيل في وقت عشاء الأخير أيضا تم توضيح أن طقس الكنيسة لا يخالف الكتاب ولا يخالف أحد من المبشرين ولا اللي عملوا الرب يسوع المسيح خميس العهد ده في مشكلة مع الجمعة العظيمة أيوة اللي قام به الرب يسوع المسيح خميس العهد بالليل اللي هو ليلة الجمعة اللي هو 13 نيسان ليلة 14 نيسان ده فعلا عشاء فسح اللي حاولوا الرب يسوع المسيح لسر الإفارستين والرابع عشر من نيسان توقيت زبح الفسح في نهايته نهار صلب الرب يسوع المسيح اللي فيه نهاية نهاره اتصالة بالرب يسوع المسيح 14 نيسان والسادس عشر من نيسان عيد البكورة في الفجر وقت قيامة الرب يسوع المسيح وبكده أحد الشعانين تسعة نيسان ومن عشرة نيسان تبدأ شراءة الحفظ اللي فعلا تممها الرب يسوع المسيح وعشاء الإفارستية كان وقت عشاء الفسح ومناسب لكل رموزه وأيضا صلب الرب يسوع المسيح برضو كان فعش قبل عشاء الفسح وقت زبح قروف الفسح بكل رموز بل أنا أؤمن وبقوة أن الرب يسوع المسيح له كل المجد سمح لليهود أن الظروف تحصل لهم عشان يكون هناك عشاءين للفسح عشان فعلا يكمل فيه عشاءين الفسح الإفارستية والصلب قبل ما نقول والمجد الإلهي دائما أنا وعدت أقول تأمل صغير جدا في موضوع المادزة أو الفطير اللي بيكلوه في عشاء الفسح واللي حاليا عشان ما عم بيسبحوش خروف الفسح هو ده الأساسي هي عبارة عن خبز غير مختمر بسقوب زي ألام الرب يسوع المسيح قطعة تتحط في منديل من ثلاث طبقات من كتان زي أولا من كتان لأنه ده كفن الرب يسوع المسيح ولكن ثلاث طبقات إشارة للسلوس فهي تمثل نبوات واضحة جدا بلا خميرة زي الرب يسوع المسيح بلا خطيئة بها ثقوب تمثل جسد الرب يسوع المسيح المسكوب بالمسامير يتكسب نصها فيكسرها نصين يحط النص مرة تانية في المنديل في الطبقة الوسطانية ويقسموا النص على بعض فعلا زي جسد المسيح المكسور لأجل خطيانة والانفصل للروح البشرية على الجسد البشري ولكن أظل المتحدين باللهوت تدفن في الكتان زي ما تدفن جسد الرب يسوع المسيح في كتان معمولة من دقيق مطحون يرمز لجسد الرب يسوع المسيح المسحوق لأجلنا يتوضع في الفرن زي الرب يسوع المسيح والألام لأجلنا استبدل بها خروف الفصح بعد هدم الهيكل الأول والهيكل الثاني فهي ترمز للتناول اللي تم استبدال فعلا بيه خروف الفصح النص الثاني زي ما يقولوا اليهود يرمز اللي بتساب في المنديل يرمز للخلاص ويقولوا بيسبوه للخلاص اللي جاي في المستعبد برضو رمز ليه مجيء الرب يسوع المسيح التاني المادزة الفطيرة دي المدورة أو المربعة هي هامة جدا زي ما قلت بتتحط في منديل من كتان بتلت تجويفات اسمه موزي المنديل ده اللي من كتان زي ما قلت تكسر نصين ويأكلوا نصها ويسيبوا النص التاني المنديل ده بيسموه الدفن يسموه هورسي رديش المنديل ده من كتان زي ما قلت يرمز للسلوز تلت جيوب وفي المنتصف العمود الأوسط في الزات الإلهي الرب يسوع المسيح ويرمز الأقنوم القب والمادزة اللي تبقى فيه رمز الاتحاد اللي نصوت باللهوت وزي ما قلت يتقسم الخبز ويظل في الجيب الأوسط رمز أن الرب يسوع المسيح رغم أنه مات بالجسد لكن لهوته لم يفارق نسوته آسف لو اخطأت في شيء سمحوني وبشدة ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم والمجد لله دائما ترجمة نانسي قنقر